طب النهاردة جماعة ان شاء الله هنبدأ مع بعض في الجزء الاخير من الباب مقدرش اقول النص التاني لان هو مش نص ولا حاجة هو اقل من النص الجزء التاني من الباب يا جماعة عندنا بعنوان الاتزان الايوني الاتزان ايه بابا? الاتزان الايوني ايونيك اكوليبريام حاجة كده محترمة خاصة. وهنا يا جماعة احب انبه طلابنا المحترمين لحاجة مهمة اوي. ايه يا مستر? ان اي طالب محترم زاكر كويس للاتزان الكيميائي الاتزان الايوني ده بالنسبة له ولا حاجة. ليه? لانه اعادة للي احنا اخذناه في الاتزان الكيميائي. هو نفس الكلام. مع اختلافات بسيطة. طيب عشان نجيب الموضوع ده من اوله حبيبنا المحترمين هنقول بس اضافة كده ناكد بس ان كل الناس عرفاها وفاهمها كويس. طبعا حضرتك عارف معنا من اعدادي. ان كل المركبات المركبات عموما يا جماعة تنقسم من حيث الروابط الى نوعين. يا اما مركبات ايه? يا اما مركبات ايه? قال لي والله المركبات كلها يا اما تكون مركبات ايونية. يا اما تكون مركبات ايه? تساهمية. طب حبيب قلبي المحترم. اه بعرف ازاي ان المركب ده مركب ايوني او تساهمي? قال لي سهلا خالص. ازا نشأ المركب من اتحاد عنصر فلزي. واخر لا فلزي. فان المركب من المركبات الايونية. اما ازا كان المركب ينشأ من اتحاد لا فلز. مع لا فلز فان المركب من المركبات ايه? التساهمية. يبس ايه اللي عايزين نأكد عليها كمان? مش ده مركب ايوني? ينشأ من زرات ولا من ايونات? يبقى هذا المركب بيتكون من ايونات. طب ليه بنقول من ايونات? قال ليه مستر مايساه لا. لان الفلز لما دخل التفاعل فقد الكترونات متحولا الى ايون. موجب. ولا فلز اكتسب متحولا الى ايون? وعليه? ده هو اصلا اسمه ايوني? هن هو بتكون من اين? بينما المركب التساهمي استاذ المحترم بتكون من ايونات ولا من زرات? لان هنا بقى حبيب قلبي لو فاكر لا حد بيفقد ولا حد ايه? اما للربطة كيف بتنشأ ازاي? عيب? مشاركة? انت بتشارك يعني تساهم بالكترونات وانا بشارك معاك. وبالتالي بما ان احنا الاتنين بنساهم بالالكترونات سميات الربطة بالربطة لايه? ويبقى اوعى تنسى كده صديق المحترم ده بيتكون من ايونات وده بيتكون من اين? طب. يلا بقى عشان هنبدأ باول حتة. بصي بيقولك ايه? عند اذابة المركبات الايونية. مثل في الماء. يبقى هو بدأ يا جماعة بيقولك لو دودنا مركب ايه يا جماعة? ايو? لا لا. ما ايش نوعه بالمسال اي مركب ايه? لما حضرتك بتدهب اي مركب ايوني مش ان اس ايل بس انا بقول مثل. ده مثل يا قاعدة هي. يبقى هنا لو حضرتك جبت اي مركب ايوني. دوبته في الماء. زي مين يعني? قالك مثل مين? مثل ان اس ايل. ايه اللي بيحصله? بيقولك فانها تتفكك. يبقى اي مركب ايوني جماعة? لو تحطوا داب في المية فانه ايه? فانها تتفكك الى ايونات موجبة وايونات يا جماعة. يبقى اخد بالك يا بابا. اي مركب ايوني لو تحط في المية وداب فان المركب يتفكك الى ايونات ايه? وايونات ايه? بالراحة. والمعادلة يا جماعة بتاعت تفككوكو كنا واخدينها في ولسانوي. فحاجة اسمها المعادلة الايونية. مش ده ان اسي ايل سولد? جيت سياتك ومتحطه في المية. المية ووتر. اول ما ينزل المية بقى ايه اللي يحصله? يتفكك. ايه اللي يحصله? يتفكك الى ايون سوديوم موجب? وايونات الكولورايد ما لها? السالبة. صعب الكلام ده? ثواني بقى. يبقى سؤال. محلول مركب ايوني زي كده? يحتوي على ايونات ولا لا يحتوي على ايونات? يحتوي يا رجل ده انت لسه ايل انه هو تفكك الى ايه. مجابة ايه? سالبة. اسمع بقى مثل هذا النوع من المحاليل. مثل هذا النوع من المحاليل. يكون جايد التوصيل للكهرباء يا جماعة. يبقى النوع ده من المحاليل. ما يلو يا جماعة? يكون جايد التوصيل للكهرباء. بين قوسين بقى يا جماعة بيسموه ايه? الكترولايت قوي. يبقى اي محلول لمركب ايوني يا جماعة? بيوصل الكهرباء ولا ما بيوصلش? بيوصل. وهقولك عارفنا ازاي ان هو بيوصل. يطلق على هذا النوع من المحاليل الالكترولايتات ما لها? طبعا هو ينطق في اللغة اللاتينية الكترولايت. وبينطق في العربي الكتروليت. لكن انا بحبش ليت دي بصراحة فانا انا اسف يعني. بس انت مع نفسك. صعب الكلام ده? بس استنى. حبيب قلب المحترم قال لي يا مستر طيب انتو بتعرفوا منينا زي كان بيوصل ولا ما يوصلش. قلت له يا السلام. جيت في جمل. جيت في جمل. ما جيبش في جمل. تعالها بتاع الفيزياء. مش انت عندك محلول عايز تعرف هو بيوصل او لا? اهو. نفترض ان ده محلول ملح الطعام. وحضرتك عايز تثبت ان هو بيوصل الكهرباء. اتفردك. انا وانت هنعمل دائرة كهربية. نعمل ايه? نجيب ساقين من الكربون. جرافيت. طبعا كلكم عارفين ان الجرافيت بيوصل الكهرباء صعب? طب يلا. ودي مصدر كهربية اللي هي بطارية. تمام? وهنا نركب مصباح. لمبة يعني. ودي سلك ودي سلك. صعب لحد كده? حبيب قلب المحترم. الف به. الف به كهربية. ان التهاري الكهربية عشان يمر لابد ان تكون الدائرة مغلقة صح? حين. بص معايا. الصق دي بتوصل. والسلك بيوصل. والبطارية بتوصل. والمصباح بيوصل. والسلك بيوصل. والصق دي بتوصل. فاضل مين بقى اللي لو وصل تبقى الدائرة مقفولة? المحلول صح? فهو بقولك احنا لما حطنا الدائرة دي? ما شاء الله. المصباح عمل ايه? نور. وده معناها ان المحلول ده وصل او لو ما وصلش? حلو. المحلول لما يوصل التهاري الكهربية يبقى هم محلول? الكترولايت. طب هو اوصل ليه بقى? نظرا لاحتوائه على ايونات حرة. عشان فيه يا جماعة? عشان فيه ايه? انا باكد على الكلمة. عشان فيه ايه? يبقى هنا. ازا كان المحلول جيد التوصيل للطيار الكهرابي فانه يسمى الكترولايت. وفي الحالة دي هو بيوصل كهرباء نظرا لاحتوائه عليه. وهنا ااكد على الاستاذة من الباب ده. والباب الجيد. وعندها بالفيزياء. ان الموصلات نوعين. في حاجة اسمها موصلات الكترونية. اسمها هوية بنت فضح نفسه. الكترونية وموصلات الكترولايتية. يبقى الموصلات كم نوع? ايه. ايه واما ايه? الموصل الالكتروني. اللي هو السلكي يا ميستر. اللي هو السلكي يا حبيب الميستر. الموصل الالكتروني هي مادة تسمح بمرور الطيار الكهرابي نظرا لاحتوائها على? الكترونات حرة. نظرا اللي احتوقها على ايه? لكن الموصل هي مادة تسمح بمرورة طيار الكهرابي نظرا اللي احتوقها? يبقى فرق يا هنم بين الموصل ده والموصل ده. ده موصل ايه? الكتروني. لكن ده موصل ايه? ده بيوصل عشان عنده ايه? لكن ده بيوصل عشان عنده ايه? اتفاهمت دي كده? يبقى اي مركب ايوني عند وضعه في الماء فانه ايه? يتفكك. لأ ايونات مجابة ايونات? مثل هذا النوع من المحليل بيوصل او لا بيوصلش الكهرباء? بيوصل الكهرباء بيسموه ايه? طب بيوصل الكهرباء ليه? عشان بيحتوى عليه? ومن اللي انا شرحته ده يا هانم ياللي مركزة نستنتك حاكتين. اولا اخدنا مصطلح اسمه التفكك اسمه ايه? او اسمه بالانجليزي اسوسييشن اسمه ايه? اسوسييشن. نوت ايونيزيشن. تعالي بقى. واخد بالك من الجملة دي. اللي هي تبني ان هي عيفة? بس عليها اسئلة كتير. وانت اللي هتزعل لو ولت. هو انا قلت فانها تتاين في الماء ولا فانها تتفكك? فهتقولك ما هي تتفكك هي تتاين. ده تضربه بالنر. تضربه بالنر. ما هو قدامك حال ليه? يا تضربه وقب النار? يا تحطها في فوقك وتطلع من دماغك. ملقاش حال? له انا برضو. اموت نفسي. ليه بابا? مين قالك ان التفكك هو التاين. غلط. هنا بقى باكد على الكلمة. هو ليه هنا المصر قال تفكك ولم يقل تاينه. هو مش المنكب ده اصلا وهو في الحالة الصلبة كان عبارة عن ايونات. يبتوقع العربي تاينه تاينه. يعني هو كان عبارة عن زرات وتحول الى? تحول الزرات الى ايونات يسمع? تاينه. لكن الباشا هنا وهو في الحالة الصلبة كان عبارة عن ايونات. الايونات دي نزلت في المحلول انفصلوا عن بعض فيقال تفكك المركب ولا تاين المركب? يبقى خد القاعدة دي. اي مركب ايوني يتاين ولا ايونية تفكك? يبقى المركبات الايونية تتفكك ولا? تاينه. او هتقول تاينه غلط. ده انت بتعوك. يبقى ايه هو التفكك لو حاب بتعرف بها? يبقى التفكك هو عملية تحول جزيئات مين? المركبات مين? هو عملية تحول جزيئات. المركبات? الايونية. الى ايونات حرة. ويبقى اخد بالك بقى حسن يجي في الامتحان يشتغلك وبيجيبها كتير. سنة سنة. يجيب لك مركب زي كي ان اسري. ويقى ملقباطك بقى بص الالفظ. يقولك كي ان اسري تساهمي يتاين ولا تساهمي يتفكك ولا ايوني يتفكك ولا ايوني يتاين? اولا هو ايوني. وبما انه ايوني? يتفكك. اوعى تقول ايوني يتاين. ده رجل حتى تحس كده الضمير مش مستريح لها. ايوني يتاين عملها ازاي? يعني هو اصلا ايوني. ويتاين ده انت غبي. ما هو اصلا ايوني. هيتاين. لكن ايوني ماله. لكن لسه بقى اللي احنا نشرحها. لكن لو انت على هيئة زرات وتحولت الايونات هنقول. تاينة. يعني الملخص. المركبات الايونية. بينما التساهمية. هتتاين وهتشوفها. فيهمت يعني ايه تفكك? استنى. كمان اخدنا يعني ايه كلمة? الالكترولايتات صح? يبقى ايه الايكترولايتات دي يا مستري. اسمع يا بابا? يبقى الايكترولايتات هي محاليل او مصاهير. كل الايكترولايتات جماعة حاجة من اتنين. يا ايه ايه ايه? ايه ايه? جماعة فاهمين يعني ايه محاليل? يعني مواجد من دهوبنا فين? اما مصاهير يعني سخناها فاتحولت من صلب الساقل. هي محاليل او? توصلها. الطيار ايه بابا? اسمع نظرا لاحتوائها. ايوة كده. على الايكترولايت او الايونات? ايوة كده. نظرا لاحتوائها على ايونات حر. صعب الكلام لحد كده جماعة? حل. وفي كده خلصنا الكلام عن المراكبات مين? الايونات. تعال بقى محترم عشان ننكلم عن مراكبات مين? طب. قبل مشرح اي كلمة في التجربة دي بقى تأكد على حاجة اوه. قبل ما اقول حتى حاجة خلص. التجربة دي تلات خطوات. كم خطوة? كل خطوة. انا هقول لك احنا عملنا ايه? وانت ما شاء الله عليك عشان انت بتفهم. هتقول لي انت استنتجت ايه? بس قبل بس ما نخش بالتجربة. سؤال. لو المحلول في ايونات يوصل الكهرباء ولا ما يصرش? طب لو ما فقوش. يبقى اي محلول? لو انت معك ايونات حرة انت توصل الكهرباء? طب معيش ايونات. يبقى المسؤولة عن توصيل الكهرباء في المحيون ومصاير هي مين? هي الايونات. هي مين حضرتك? انا نبهتك اوه. طب اسمعوا حبايب قلب المحترمين كده نبدأ التجربة. الرجل الطيب ده بيقول لك ان احنا جبنا واحد من عشرة مول من غاز كولوريد الهايدروجين. يبقى احنا جبنا واحد من عشرة مول منين? مراكب تساهمي. وكمان جبنا واحد من عشرة مول من حمضة الاسيتك. تاني. يبقى احنا جبنا ايه? واحد من عشرة مول من ايه? واحد من عشرة مول من ايه? صعبت كلام لحد كده? اعمل ايه بقى? بيقول لك قم بازابة كل منهما في البنزين العطري. يبقى اول خطوة دهو باتنين فين? يبقى اوه بس بس بازابة اهو بازابة كل ايه منهما فين يا حجة? ويحسن يكون حد قاعد بس مش فاكر ايه البنزين العطري ده يا بابا? بنزين العطري ده اخدنا في قولة سنوي وان شاء الله هيكون عندنا اخر السنة. البنزين العطري هو مذيب عضوي. مذيب يا جماعة? صغطو سي سيكس اتش سيكس. وده مالوش ده عواب واخد السيارة. واخد السيارة اسمه جازولين. اما ده اسمه بنزين يا بابا? وهيكون زي ما قلت لك عندنا في اخر باب في الكيمياء العضوية. المهم يبقى هو هيجيب اين? ده في بنزين عطري وده في بنزين عطري. في الاناق ده هيدوب اتش سي ال. وفي الاناق التانية هيدوب? ده هيدوب وده هيدوب. معايا? ثم اخد بالك اهو. يبقى اول حاجة دوبهم صح? ثم قم باختبار التوصيل الايه جماعة? التوصيل الكهرابي لكل المحلين. فهمين كلام يا جماعة? يبقى انت مسكت الاتنين دولتهم فين الاول? في المية? عادي اول الكلام. عادي اول الكلام? عادي اول الكلام عشان اواريك بس. الراجل قاعد سرحان. بقول له فين? اه في المية طبعا دولنا في المية. ويقول لك ايه? ما بيت نرفس دي? ما بيت نرفس? فيش حاجة نرفس. يبقى داني معلش جماعة? احنا جبنا الاتنين دولناهم فين? واختبارنا التوصيل ايه? انا بقى هقول لكم المشاهدة وانتوا قلونا الاستنتاج. المشاهدة. لا يضيء المصباح. لا يضيء مين? في كلتا الحالتين. يعني يا حبيب قلب المحترم. احنا جبنا اتش سي ال دولنا في البنزين. وجبنا صاحبنا ده دولنا فين? في البنزين. واختبارنا التوصيل الكهرابي هنا وهنا. لا هنا نور ولا هنا نور. يلا يا بابا. يبقى المواد دي اتاينت ولا ما اتاينتش. ازن اسمعي بابا. ازن كل من اتش سي ال صح? وحمض مين? وحمض الاسيتيك اللي هو سي اتش سري سي او او. لا يتاين فين يا بابا? الا اثبت لك ان هو لا يتاين في البنزين يا ولا. ما وصلوش كهربة. يعني المحلول ما فيهوش ايونات. صعب الكلام? انا قلت لا يا تاين ولا لا يزوب? لا يزوب. يطلع لك واحد يقول لك الميستر قال لا يزوب. انا قلت لا يا زوب. اتخل لا. يا ابني هما الاتنين دابوا. ولذلك تعال انا اكد على معلومة عشان ما حدش يسرح ويقول حاجة غلط. الزوابان حاجة والتاين حاجة تانية. وكلام ده انا قلت وفيه ما مضى. لما كنت انت لسه عائل صغير في قولية سنوية. ما كنت لسه تطلع كده بخدود وكلبوز. ولسه انا اردك وانت اطفل بحاول ان انا اعلمك. ويا ردك اتعلمت. بصي بقى. انا جبت مادة خطتها في الماء. او في ايه حاجة تانية. دابت. بعد الزوابان بقى بيحصل حاجة من اتنين. بعد الزوابان. يا اما. يا اما. طب بصي بقى. يبقى هي لو اتاينت الازكية. يبقى قبل ما تتاين. كل متاين زائب. يعني اي حاجة. لو اتاينت. اعرف ان قبلها ايه اللي حصل. دي اكيد قطعا قولا واحدا ولا جدالة فيه. دي اكيد دابت. طب هل كل زائب متاين. لا يا اخويا. ممكن المادة تدوب وما تتاينش. مثال مشهور غير الامثلة دي. هات سكر اتعانه واخطه في الماء. السكر بيدوفه معا لا. بيدوف. اختبر التوصيل الكهران باللما مش تتنوح. ها. يبقى سكر الطعام يتاين ولا يتاين. لا يتاين. ولزاك فرق بنيزوب ويتاين. هما الاتنين دابوا في البنزين. اه دابوا في البنزين. طب اتاينوا في البنزين. ايه دليل لك ان هما الاتنين ما تاينوش. ما هسألوش كهران. صعب يا جماعة الخطوة الاولى في التجربة. يبقى الخطوة الاولى للمرة الاخيرة. جبت الاتنين دابتهم فين. ثم اختبرت التوصيل. الكهرابي. لا يضيء المصباح. لا يضيء المصباح. الاستنتاج انك لهم. القطوة التانية حبايب قلبي. بازابة ها. كل من هما تاني. بس المرة دي فين بقى? في المية. يعني هتجيب اتش سي ال تدوبه في المية. وهتجيب حاندل اسيك تدوبه فين? ثم اختبار التوصيل. يلا جماعة اختبار مين? واختبار التوصيل الكهرابي لكل من هما. انا اقول لكم المشاهدة بقى وانا عارف ان انتم كويسين والله. بس اسمع للاخر. اختبرنا التوصيل الكهرابي. لمحلول اتش سي ال في المية. وحمض الاسيك فين? اسمع يا حبيبي بتاع اللغة العربية. هنا يضيء المصباح بشدة. يضيء المصباح باي? اما هنا يضيء المصباح اضاءة خافتة. اضاءة على. ايه خافتة دي يا جماعة? يعني بص مستر يدوب اللمبة من وراء. انا هسأل السؤال الاول. فيه ايونات هنا ولا لا? فيه ايونات هنا ولا? يعني هنا فيه ايونات وهنا فيه ايونات. انت اللي قلت. بس. يبقى ماذا دلالة ان الاضاءة هنا جديدة? قال لي هنا اذا يحتوي المحلول على كمية وفيرة او كبيرة صح? من اين? اه مع ايونات كتير. وعشان هو ايونات خر عنده ايونات كتير اكيد بيوصل كويس. طب ما هو هنا يضيق. بس يضع مالها? اسمع. يحتوي المحلول على ايه? على كمية قليلة? او كمية محدودة من اين? بس هما الاتنين اتاينوا يا جماعة صح? يبقى اولا بما ان ده وصل وده وصل يبقى ده عنده ايونات وده عنده ايه? بس باينة جدا. ده عنده ايونات كتير وده ما عندوش? ايونات كتير. ده عنده ايونات مالها? قليلة. ولذلك يا جماعة عشان بس ما فيش بحاج يقعد بحصل لك كده. قولك اصلي الموضوع صعب. صحب ايه باب? صحب ايه ما انا اشرفتها بلي كده بسلوب بسيط. انا انا انا. فتحت محل اكل. نفتح قريب ان شاء الله. اه اعمل نعم. وانت فاكر ان انا افضل كده. عشان اشتغل انا مددس تاني يا بطل. حل? انا افتح محل الاكل. الاكل اللي بيكسب زال فل. اعملوا الاكل. اعمل بقى سندوتشات همبورجر بقى وحالة. مهم. انا بقيت مطعم باكل. بس ما جبتش متسكلات. لو انت اتصلت بي وقلت لي سمحت انا عايز كزا كزا اقول لك وماله تسجل بس ايه? تعال اخد اكلك. ما عندناش توصيل? ليه ما عندش توصيل? ما عندش متسكلات? ما عندوش ايونات فيه مالك ما ايونات. صح كلا? طب اقول لك ايه? انا بقى فتحت مطعم تاني برضه. تاني بقى غير الاولاني. بس جايب اتنين استفدت من التجربة الاولى. وجايب اتنين بيوصلوا. وفتحت مطعم تالت. ان شاء الله سلسلة. بس جايب عشرين واحد بموتسكلات يوصل. قرير اللي كنا بين التلات مطاعم بتوعي. انا جايب سلسلة مطاعم ما لاش حل. الاولاني ما عندوش غير من التوصيل. صح? فيش? صح ولا غلط? مش محتاج خلص. طب في محل فيهم عندو متسكلين وفي محل عندو عشرين. اه. قال اللي عندو متسكلين ده هيوصل. بس بيوصل الاكل بعدها بساعة ونص. صح ولا غلط? بطيء ضعيف. بينما اللي عندو عشرين متسكل ده. بيوصل بسرعة. يبقى سرعة التوصيل او جودة التوصيل بتاعتمد على على عدد الاشخاص اللي بيوصلوا صح? طب ما هي نفس الكلام. المحنوط ده بيوصل بشدة صح? يبقى فيه اعنات ملحقة. طب ده بيوصل بس على قد شو ايه? ده محتاج حاجة. صعب لحد كده? يبقى انت لحد الوقت ده ويبت فين وفين? مرة في البنزين ومرة فين? في البنزين لا نور هنا ولا هنا. الاستنتاج? ان كل منهما لا يتاين في البنزين. لا ده بيتاين في البنزين ولا ده? تاني مرة حطيت اتنين بس فين? هنا اضاء المصباح. دليل على وجود وفرة من? بينما هنا اضاء اضاءة. دليل على وجود? صعب الكلام? اخر حاجة في التجربة. اختبار اثر التخفيف على المحلولين. اختبار ايه حبيب قلبي? فاهم يعني ايه اختبار اثر التخفيف? هنبدأ نزود هنا مية ونزود هنا مية. سمعني بقى. ثم اختبار التوصيل ايه تاني? الكهرابي. هنا بدأنا هنخط مية. على المشاهدة. اسمع بقى عشان دي مهمة اوي. لا تتأثر شدة الاضاءة. لا تتأثر ايه? لا اسمعوني بقى ما حدش يستعجلني. انا حب اشرح بالراحة. سؤال. هنا عما ينحط مية. شدة الاضاءة لا زادت ولا قلت. ده معناها ان عدد الايونات زادت ولا قل ولا سابت. سابت. طب اسمعوني بقى عشان تجاوبوا برضه. انا من اللحظة دي لما اضاء بشدة كان عندي احتمالين. يا اما اتش سي ال اللي انا حطيته كله تقين. يا اما في جزء تقين وجزء ما تقينش ولا في احتمال كده? هم احتمالين. يا اما انت كل جزيئاتك تحولت الى? ايونات. يا اما جزء او جزء? لا. لما انا حطيت مية هل في حد تقين تاني? افهم من كده ايه? افهم من كده ان اتش سي ال ده كان كله متأين من الخطوة كام? الاستنتاج ان حمض اتش سي ال تام التأيون في الماء. تام ايه? تأيون. فهم يعني ايه بقى تام التأيون? اه اه. يعني كل الجزيئات من الخطوة دي من قبل ما نخفف كانت متحولة الى. يبقى عدم تأسر شدة العضاءة. اذا ها? حمض اتش سي ايه اللي ماله? تام التأيون في الماء. كمبيليتلي ايونايزد. صح يا جماعة? يبقى نسميه الكترولايت ضعيف ولا قوي? ايونات. يا رجل ده بيوصل بشدة. يبقى نسميه الكترولايت ماله? ايونات. يبقى اي الكترولايت قوي بيكون تامل ايه? التأيون. حيث هو يتحول كل الجزيئات الى? ايونات. صح يا جماعة? يتأثر بالتخفيف ولا لا يتأثر? يا عم عيب ما هو اتاين كله من خطوة الاولى. فانت لما بتحطه مياه تاني بيحصلش حاجة. يا رب يفهموا دي لوحدهم بقى. هنا بقى تزدد شدة الاضاءة تدريجيا بالتخفيف. تهمين حاجة? يعني بص بص بص. انت عملت خط مياه. كل ما تخط مياه اللي باتنور زيادة. كل ما تخط مياه اللي باتنور زيادة. فهمتي من كده ايه? اقول لك بقى مصر. الحمض ده كان جزء منه اللي تأين والباقي لسه. وانت كل ما هتخطه مياه? جزء من اللي ما تأينش يبدأ يعمل ايه? يبقى الاستنتاج ان الحمض ده كان تام التأيون هنا ولا غير تام? اذا حمض الاسيتيك مالو يا حاجة? غير تام من ايه? غير تام التأيون. نسميه الكترولايت ايه? يبقى الكترولايت مالو? بعيف. اتفهمت التجربة? يبقى استنى استنى. من الاول تاني. بسرعة بقى. يبقى واحد. هات واحد من عشر رمول من اتش سي الو حمضة اسيتيك صح? وحط الاتنين فين? واختبر التوصيل. لا يضيق المصباح? لا يضيق المصباح. لا يضيق المصباح? لا يضيق المصباح. لا استنتاج? انك لا هما لا? هات الاتنين هما هما وحطوهم في المياه. يضيق المصباح بشدة ويضيق اضاءة خافتة. دليل على ان ده مالو? اهل غلطة. تلاقي واحد اقولك ايه? تم التأيون. سفر. لا. واقفنا من الايونات. الاضاءة الشديدة يا محترمة? لا والله العظيم. لا تدل على انه تم التأيون. تحب يقدعالك في نص دماغك في منتصف الجبهة? ليه? لان ممكن ان تبقى الاضاءة شديدة وانت لما تحطه مياه تاني تشتد اكتر. صح ولا غلط? يبقى كده ما كانش كله متأيين. انت بتجيبها منين? اصليها الكارثة في الخطوة دي. اجعل لها هو اضاءة المصباح بشدة معناها ايه? تقول لي يعني هو تم التأيون. مين قال لك كده ده? اللي يدل ان هو تم التأيون لما ما يتأثرش بمين? بالتخفيف. عدم تأثره بالتخفيف معناها ان الكمية كلها يتأينت من الخطوة الاولى. صح ولا غلط? تبقى يا جماعة بلاش خلط في الكلام? لان احنا كل سنة بطلعنا نفس النوع ده من الطلبة. نقول له خد بالك ما بين الخطوة الثانية فاهمتنا ايه? والخطوة الثالثة فاهمتنا ايه? ويظل الطالب الزكي زكي والغبي غبي ما لم يؤثر عليه تركيز يغير من حالة الغباوة دي. بيفضل غبي. يا ابني ان هو ينقر بشدة مش معناها ان هو تم التأيون. مين قال? بقول لك ايه? كان بشدة. وانا حطيت له مية والشدة زادت. ريبا ما كانش تم التأيون. صح ولا غلط? فما تقوليش لأ. ما تقولش الكلام ده. الكلام قدامك على الصبور اهو. يبقى اضاءة المصبح بشدة. معناها هو فيه ايوانات كتير. وهنا اضاءة خافيتة معناها? اختبار اثر التخفيف. لما حطيت مية هنا. متأثرتش. وده دليل ان هو كان تم التأيون من الخطوة دي. طب هنا كل ما حطه مية كل ما تزيد الاضاءة. ده معناها ان هو كان غير تم. وكل ما تحط له مية جزء من اللي ما تأينش يبدأ يعمل ايه? يا تايا. صعب الكلام ده? ويبقى ناخد قاعدة بقى. اي الكترولايت قوي يكون? يتأثر بالتخفيف ولا يتأثر. بينما اي الكترولايت ضعيف? غير تم التأيون. يتأثر ولا يتأثر? صعب الكلام ده? استنى بقى. ده انت كده لو مركز على الصبورة من التجربة دي عرفت ان فيه ثلاث مصطلحات. عرفت ان فيه عملية بتحصل اسمها عملية التأيون. اسمها عملية ايه? تأيون. ايونيزيشن نوت اسوسييشن. هو ده كان بيحصل له ايه? يتفكك. لكن هنا قلت ايه? يتأيين. ليه بقى قلت هنا يتأيين? لان احنا هنا كنا عبارة عن زرات. مش ده مركز تساوي? نزلنا المياه هتحولنا الى ايونات. فلا تقل تفككا. وانما قل. يبقى اسمع بقى. يبقى التأيين هو عملية ها? تحول جزيئات المركبات مين بقى? التساهمية. يبقى هو عملية تحول جزيئات مين? المركبات ليه? الى ايه يا محترمين? الى ايونات حرة. صعب الكلام ده? استان. اللي كان مركز في التجربة. وينقسم التأيين الى نعين. والله يموجودين قدامك. التأيين. التام. التأيين ايه? والتأيين. غير التام. نسمع الاول تعريف التأيين التام. يبقى اول كلمة. التأيين التام بيحصل في الالكترولاية الضعيف ولا قوي? يبقى اول كلمة في التعريف التأيين التام هو التأيين الحادث. اسمعكم. في محاليل انهي الكترولايتات. احسنتم. هو التأيين الحادث في محاليل ها? الالكترولايتات ايه? القوية. القوية. سؤال بقى اكمل التعريف. حيث تتحول. كل. الجزيئات. الى ايونات. صح كده? طب. مثال بقى من اللي احنا اخدناهم في التجربة. مثل مين? برافو يا بتا. بتقولك مثل اتشي سي ال. اه حبيبي ممكن بس قبل مكتب معدس اك سؤال? هو اتشي سي ال وهو غاز. 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 بيوصل الكهرباء وقال لأ. الحمد لله. الحمد لله ان هم قالوا لأ. الحمد لله. اللهم لك الحمد حمدا طيبا كسيرا مباركا فيه. اه والله العظيم. اه والله. غاز مفوش غامت هيوصل ازاي? بلاش فيزياء. جميع الغازات في الظروف المعتادة. رديقة التوصيل للطيار. قالوا بيه فيزياء. واحدة بتقولك في المجموعة اللي فاتت بيوصل. طبعا هنا هي سعقتني بطيار كهرباء شدته. مش اقل من تمن تلاف امبير. تخيل? تمن تلاف امبير ردتهمني. اه والله العظيم. وبفرق جهد لا يقل عن عشرين الف. تخيل بقى القدرة الكهربية اللي يد تهاني دي كانت تقديها. مش ممكن. شايف فرق الجهد عالي ازاي? وشده الطيارة عالية جدا. مش ممكن. اقولك بيوصل. مش ممكن. ناس ما بتفكرش قبل ما ترد. طبعا انا كمان الغاز ما بيوصلش. حنا هنهرج. الرجل ده بيوصل لما يدوب فين? في المية. انه بعد ما بيدوب في المية بيحصل له تأيون صح? فيدينا ايونات مين يا حجة? اتش المجابة? وايونات ايه? طب. استنوا استنوا. يبقى التأيون التام تاني هو التأيون اللي حادث فين? في محليل الالكتروياتات ايه? ايه. حيث يتحول كل ايه? ايه. ومعيني السؤال واضح. هو التأيون اللي التام. ها? التام. التأيون ايه? التام. التام? التام. فيه اتزان ولا مفروش? قالت لي ما هو التأيون التام هو التفاعل التام بيمشي بكم اتجاه? ايه. وانت قايل لنا قبل كده. ان شرط الاتزان عمليتان متلازمتان. هنا فيه عمليتان وعاملية واحدة. يبقى محليل الالكتروياتات القوية لا يحدث بها اتزان. حيث انها تكون تمت. فيتحول كل الجزائيات الى بالمرة. تتأثر بالتخفيف ولا تتأثر. يبقى اسمع. اي الكترويات قوي تم التأيون. وادم تم التأيون لا يتأثر بالتخفيف. طب هنا ينطبق عليه. او اسف يحدث به اتزان ولا لا يحدث? لا يحدث. صعب الكلام ده? اتفاهمت كويس? طب ما تخشوا على النوع التاني. النوع التاني من التأيون اسمه التأيون ايه? ما تقول انتوا بقى جماعة شونها تعبت? والله يا مستر ما محتاجه. يبقى هو. التأيون. الحاجز. سامع يا بات. في محالي الالكتروياتات مين يا ولا? الضعيفة. ما حدش يتكلم بعد يذنك. انا عايز اقول حاجة. حيث يتحول جزء ضئيل جدا. حيث يتحول جزء ايه? ضئيل جدا. واخد الزيادة مننا جدا 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 جدا. انا تدونها مثال كده من اللي احنا اخدناها قاية لسهلة. مثالة على كده وراء اهو حمد مين? سي اتش سري. سي او او اتش. رب استوعبه. يدينا ايون الاسيتات السالب. وايون اتش موجب. اكوس. اكوس. لعج مركز بقى? قال لي هيتحول جزء بسيط من الجزئيات الى? اكامل بقى. وينشأ في المحلول حالتين متعاكستين. واحد. تحول الجزئيات الى? ايونات. اتنين. اتحادي الايونات مكونة? ايونات. يبقى هنا الجزئيات. جزء منها بيتفك. يدي ايونات? وفي نفس اللحظة. بعض الايونات التحادي مكونة? ايونات. الجزئيات. هنا. 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 نا. 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 ينشأ نوع من الاتزان يسمى الاتزان الايوني. يبقى اول كلمة في تعريف الاتزان الايوني اللي الالكترولايتات مين؟ الضعيفة أسمعك بقى بين مين ومين يا مستر؟ حبيبي يقولها بالطريقة اللي تحبها معين أنا عالف أنك هتحب الطريقة الأولى بين جزيئات المتفاعلات وأيونات النواة بين ايه؟ مش بين جزيئات وجزيئات هنا لو جزيئات وجزيئات كان بقى كيميائي كانت زين كيميائي بين جزيئات المتفاعلات أو بصراحة لازم تعرفوا الطريقة التانية للنطب زمنتك اللي وراك دي ملحة أو أقول بين الجزيئات غير المتأينة والآيونات المفككة بين يا جماعة بين الجزيئات غير المتأينة اللي لسه متأينتش والآيونات اللفظين صح يبقى تاني هو الاتزان الحادث في محليل الالكترولايتات مين؟ الضعيفة بين مين ومين؟ أه هي عم الأسهل هي بين جزيئات المتفاعلات وآيونات مين؟ صعب الكلام ده؟ استنى استنى خد دي بقى كمان اللي مذاكر هنا 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 يمكن تطبيق قانون فعل الكتلة يمكن ايه يا اخويا؟ ايه يا جماعة مش هنا حصل اتزان؟ يبقى هيكون فيه ثابت اتزان صح كده؟ فينفع من طبق قانون فعل الايه؟ يبقى استنى استنى بقى تعالي ده الالكترولايت ايه؟ قوي يعني ايه قوي؟ طب هترد على اسئلتي لازم يبقى جزيئة يبقى معروف كده قوي يعني ايه؟ تم التأيون يتأثر بالتخفيف ولا يتأثر؟ لا يتأثر لا يتأثر فيه اتزان ولا مفوش؟ المحلول بتاعه فيه جزيئات وايونات ولا جزيئات بس ولا ايونات بس؟ ايونات بس المنظر ده هيغتفي ينطبق عليه قانون فعل الكتلة ولا ينطبق؟ لا ينطبق طب لا ينطبق ليه؟ لان المحلول لا يحتوي على جزيئات غير متأيينة المحلول في حالة واحدة بس صح كده؟ يبقى استنى استنى الالكترولايت القوي قوي تم التأيون لا يتأثر بالتخفيف صح كده؟ تم التأيون ها؟ لا يتأثر بالتخفيف لا يحدث به اتزان لا ينطبق عليه قانون فعل المحلول بتاعه فيه؟ ايونات فقط تعالي الالكترولايت ليه؟ غير تم التأيين يتأثر بالتخفيف يحدث به اتزان ينطبق عليه قانون المحلول بتاعه فيه؟ تاستنى لا تقولش جزيئات غير متأيونة بس ويكون دائما تركيز الجزيئات اكبر من تركيز الايونات عشان بس ما حدش يقول المسطر ما قالش قصر المسطر قال لان فيه جزيئات غير متأيونة اه هو المسطر قال طب ليه ما نشغل على القوة القوة ححلة حقا يا راجل عيد القوة مخروش اتزان القوة تامة ليه؟ يعني ما فيش اتزان ويبقى كل شغلك في الاتزان الايونية هيكون على الالكترولايتات ضعيف صعب الكلام ده؟ اتفاهم التجربة كويس جماعة؟ وكده يبقى انت عارفت من التجربة يعني ايه تأيون؟ وعرفت ان التأيون كم نوع؟ تام وغير؟ التام بيحصل في الالكترولايتات؟ بينما الضعيف او غير التام بيحصل في الالكترولايتات؟ مين بيحصل في الاتزان؟ طب اسمع كده يا حبيبي السؤال علل ده جماعة للمرة التالتة على التوالي مش على التوازي ليه؟ اتشرح مرة في سنة اولى وتشرح في سنة تانية وبيتشرح للمرة التالتة في سنة كام؟ تالتي يلا يا باب بيقولك ايه؟ علل اسمع كويس؟ وهفهمولك بالراحة لا تحتوي محالين الأحماض على ايونات اتش موجب منفردة تعال بس الاولى فاهمك معنا السؤال طبعا حبيبي المحترمين جماعة عارفين ان اي حمضة زي كده؟ ده حمضة واسمه هايد ريودي صح؟ لما بيتقين في المية بيدينا اتش موجب واي ايه؟ يعني حضرتك واخد من الاولى سانوي ان اي حمض يتأين في الماء معطيا ايونات اتش موجبه ايونات يا بابا اللي بالمرة صح بيسموها بروتون وعشان ما يطلعش كائن وحيد الخلية برضو يقول لي هو ليه بيسموها بروتون معين عيبه والله يطلب سنوية عما يسأل السؤال ده مش ديه زره هيدروجيه اللي فيها واحد بروتون موجب وواحد الكترون سالي هذه الزرة لو فقدت الكترون هيتبقى جواها ايه يا ستة الكل وعشان الهانم بيكون جواها بروتون واحد فبيسموها بروتون ايه جماعة الكلام ده جماعة؟ طالب سنوية عامة مش عارف اتش موجب ليه بيسموه بروتون دي مهزلة انها مهزلة علمية واخلاقية ما هو الله لازيم صعب الكلام ده؟ اسمع بقى بس احنا برضو سؤالنا على ايه؟ مش اتش موجب ده نزل الميا؟ بيقولك اتش موجب ده اول ما بينزل الميا؟ لا يا ظل يا اخويا حبيبي قبل ما اشرح لك بالمعادلة دي تشرحت في تانية سنوي في حاجة اسمها شرح الرابطة التناسقية شرح الرابطة الايه؟ كوردينيت بوند الرابطة التناسقية ايه الرابطة التناسقية دي يا مستر اللي ان واحد نسي انت فاهم الرابطة التناسقية للهنم اللي نسيت هي رابطة تنشأ بين زراتين احدهما بها زوج حر من الالكترونات يعني الالكترونين ما عملوش روابط والاخرى بها قربة الفارغ عاش الالكترونات الزرة اللي كان معها زوج حر من الالكترونات كنتوا بتسموها زرة مانحة ليه يا عام الناس بيسموها مانحة؟ حيث تمنح زوج الالكترونات الى زرة اخرى بها اربطة المالوش فتتحد معها بربطة ايه؟ بس كده يبقى انت عشان تعمل رابطة التناسقية لازم يكون معك زرتين واحدة فيها زوج حر من الالكترونات بيسموها مانحة والتانية يا اخويا فيها اربطة الفارغ بيسموها ايه؟ ده لو انت نسيت يعني تعالي بقى ادي مثال نكتب المعادلة وبعا كده اقول لك بقى الاجابة باسلوب علمي مش ده اتشي سي ايل غاز هندوبه في الميا اللي هي مين؟ ليكود صح؟ شايف هلا اتجاه الساهم هلا؟ شايف الشغل؟ انت متأين؟ مش ده اول ما ينزل الميا هيتأين ادي اتشي موجب و سي ايل سالب اما سي ايل سالب يا محترم فهل وحده صعبة دي؟ اتشي موجب بقى يا مستر لا يظل منفرد لي اقول لك اصل اكسوجين الميا بيكون معاه ايه؟ زوج حر منين؟ طب مش اتشي موجب ده كده جماعة معهوش حاجة؟ انا كنت اتشي لما بقيت اتشي موجب معاه كم الالكترون؟ ولا حاجة معايش حاجة يعني انا معاي اربطة المالو؟ يبقى اتشي موجب به اربطة ليه؟ فان سرعان ما ينجزب الى زوج الالكترونيات الحر الموجود على مين؟ على اكسوجين الماء فيتحد معهو بربطة؟ تعرف تجمع يا له؟ قال لي اهو مكونا مين؟ نجمع مع بعض اتشي مع اتشي تو او اتشي سري او كده يا بنتا جماعة الزرات تعرف تجمع الشحنات ولا اجمع هالك؟ قال لي اجمع هالي بجمرة مستر مش اتشي ده موجب واحد؟ والمية مالها الشحنة؟ موجب واحد مع المية مالها الشحنة يبقى المحصلة بكامل فاكرين ده بقى كان اسمه ايه؟ ده يا حبيبي اللي اتنسي كان ايون طبعا ايون ل şimdi شحنة اسمه ايون الهايدرينيام اسمه ايه؟ واحد بقى مكانش بيذكر لفقوله ولا بطني ибо للك اسمه هيدرينيام ليه؟ قوله مية يعني هايدرو ما يعني ايه؟ هايدرو اتشي موجب الاتشي موجب يدي هايدرينيام زي امونيا امون يام ان ياتش سريبيا اتحد مع اتش موجب يدي ان ياتش فور موجب امون يام طب مية هايدرو يدينا ايون مين ده مش بس اسمه ايون هايدرينيام عشان طلبة اظهر المحترمين بيسموه كمان البروتون المماه البروتون ايه او بتقولك المتهدرة جماعة معلش هو ليه اسمه بروتون مماه لانه ينشأ من اتحاد بروتون الاحماض مع جزء المياه واحنا قلنا اي حد يتحط عليه مياه يبقى حصله ايه ماه يبقى اسمع الاجابة منكم بقى باللغة العربية يبقى ليه يا جماعة محليل الاحماض اتش موجب لا يظل منفرد اسمع الاجابة يبقى لانه ايون اتش موجب سرعان ايه سامع بقى ها لانه ايون مين لانه ايون اتش موجب ها سرعان ما ينجذب ها الى زوج الالكترونات الحر اللي موجود فينا يا جماعة الحر على اكسوجين الماء فيتحد معه برابطة نوعها فيتحد معه برابطة تناسقية مكونا مكونا ايون الهايدرينيام مكونا ايون مين صعب الكلام اتفاهمت ويبقى كده جماعة هل ما حليل احمد فيه ويبقى استنى استنى لما اقول لك كان انه بقول لك يبقى الهايدرينيام هو الا ان ده اول ما بينزل الماء بيتحد مع الماء يدي ايون مين ويبقى لما اسألك تبص على المعادلة اللي هو صعب الكلام اتفاهمت دي كويس طب اسمع بقى الكلام الجاي ده كلام في حفظ لازم يتحفظ لانه مهم الحصة دي والحصة الجاية وحص كتير بعد كده ايه هو مش انت كده عرفت ان الالكترولايت نعين يا ام ايه ام ايه يعني ايه قوي يعني ايه ضعيف تم التأين وغير تم ليه طب ما هي الأحمد والقلويات بتتأين يبقى الأحمد والقلويات هي كمان في منها نعين احمد قوية واحمد يبقى استنى استنى هنحفظهم دول الاحمد من حيث القوة تنقسم لكم نوع احمد ما لها سؤال يا جماعة يعني ايه احمد قوية اسمع احمد تمت محلولها جاية للتوصيل للطيار طب يعني احمد ضعيفة غير تمت التأين ومحلولها ضعيف التوصيل للكهرب اسمع يا بيه احمد قوية اتش سي ال اتش بي ار اتش اي اتش انو اسري اتش سي الو افور اتش تو اسو افور طبعا حباب قلبي كل الأحمد دي هم عارفينها باستثناء واحد هيسألوني عليه ومع ذلك هقول هايدروكلوريك هايدروبروميك هايدرويوديك حمد نايتريك حمد كابريتيك اما البي ده ده اخدناها تانية سنوية اسمه بير كلوريك بير ايه جاي من مجموعة اسمها بير كلوريك فيدي بير كلوريك كل الأحمد دي أحمد ما لها تاني بقى يا لبص الباكت جي يلا دي أحمد ايه يعني قوية اه محلولها قوة توصيل ولا ضعيف توصيل تتأثر بالتخفيف ولا تتأثر اه محلولها في جزيئات وايونات ولا جزيئات بس ايونات بس ينطبق عليها قانون فعل الكورتل ولا ينطبق صعب كلام احمد ايه امسلة هايدروفلوريك كاربونيك فوسفوريك اتش سري بيقفور ومن البورون عندنا حمد اسمه حمد البوريك حمد ايه مش بس كده خدي كل الأحمد اللي آخرها قوز محدش يسألني يعني نايتروز كابريتوس جيبوكلوروز كل ما هو قوز فهو حمد ما له مش بس كده وكل الأحمد العضوية أحمد ما لها يعني حمد الأسيتك حمد الأجزالك حمد الستريك حمد اللاكتيك اي حمد عضوي خدناه او لسه هنقضوا ان شاء الله في العضوية فهو حمد ماله استنى بقى نفتكر حاجة اختلفنا وابتديت قالون في روحي واقول يا ريت ايه فاهم حاجة انا شغلت على كنين دول ليه مش دول يا لك انا منتفقين يا لك لا ده كانوا متفقين في السبات متفقين فين قال له هو مش السبات هو القوة قلوه عيب السبات مش هو القوة السبات ده قابلية الحمد للانحلال والتطاير يعني يتير على هيئة غاز انت سابت وانا سابت ما كانش حد بيعرف يطردنا على هيئة غازات وانما نفصل على هيئة مجموعة أنيونات محلول كولوريد البريد بينما انا وانت نختلف فين حبيبي في القوة لان انت قوي تم التأيين بينما انا ضعيد غير تم الايه ولذلك انتبه هناك فارق بين السبات والايه هو مش انا قلت مش انا قلت لكم قبل كده بس انا قلت افكركم من باب واذكر ويبقى القلويات يا بتا هي كمان في منها كم نوعا هيئة لنوعين قلويات تامت التأيين في الماء محلولها جايرة سيطر كرابي وقلويات اسمها سيدي قلويات قوية مثل هييدروكسيت سوديون هييدروكسيت بوتاسيوم هييدروكسيت باريوم هييدروكسيت كالسيوم اللي هي طبعا كلهم دول موجودون قدامك في وان ايه وتو ايه طب ضعيفة كتاب مدرستك المحترم كاتب حاجة واحدة بس كتاب مدرستك انا هزود كتاب مدرستك كاتب من امثلة القلويات الضعيفة محلول مين هييدروكسيت الامونيوم كلنا عارفين استنى استنى ازود لك انا بقى عشان تنجز وهيدروكسيدات العناصر الانتقالية هييدروكسيدات ايه يعني لما اقول لك هييدروكسيد حديد اثنين هييدروكسيد حديد ثلاثة هييدروكسيد نحاس اعرف ان دي كلها قلويات ما لها صعب الكلام فيبقى استنى الالكترولايت القوى وضعيف اللي هو حمده قوي وضعيف حمده قوي يعني تام التأيون في الماء ومحلوله جير التوصيل الكهرباء بينما حمد ضعيف يعني جير تام ومحلول رضيء توصيل الطيار او ضعيف التوصيل نفس الكلام في القلوي فيه منه قوي فيه منه ايه لازم ليبقى يجي في الامتحان يختبرك علي مش هقول لك الحفظ بس بصي لك ايه يجيب لك اربع مركبات ويقول لك ايه اي من هذه المركبات لا يتأثر محلوله بالتخفيف اللي مركز ايه معنى كلمة لا يتأثر محلوله حد من القوي حد من القوي ما هو اي حد قوي لا يتأثر محلوله بالتخفيف او بصي لك ايه اي مما يلي اي مما يلي ينطبق عليه قانون فعل الكتلة ينطبق عليه قانون فعل الكتلة يعني فيه اتزان الضعيف عنده اتزان صح كده تفاهم الكلام مهما تغير بقى شكل السؤال كنت فاهم يعني ايه يعني ايه لا يتأثر بالتخفيف قوي طب يعني ايه تم التأيون قوي يعني ايه لا ينطبق عليه قانون فعل الكتلة قوي كل ده كلمع قوي لو قلب الكلام يبقى اصدع على مين ولازم تبقى حافظ المواد القوية والاحماض القوية والقلوات القوية والأحماض الضعيفة والقلويات الضعيف صعب الكلام ده؟ فوصل بقى نصلي ونرجع بعد كده بقى إن شاء الله جماعة ركز بقى حبيب قالوا معايا هنخش على شرح قانون إثبات قانون اسمه قانون استيفالد قانون إيه لا؟ هذا الرجل يسمى استيفالد أو استيولد عشان أنت عارف أن في بعض اللغات بتنتقى فهي أسمه استيفالد عارف أنت الكلام ده؟ أنا عارف طبعا زي مثلا في ماركة السيارات المشهورة المعروفة باسم فولكس فولكس وفاجن أو فولكس واجن صح أنت؟ واجن وفاجن نجدعوه بيهم بقى يلا يا حبيبي بصي بقى استيفالد ده جماعة هيثبت الكلام اللي احنا أصلا شفناه في التجربة واحد يقول لي هو إيه اللي احنا شفناه في التجربة؟ بصي بقى سؤال تاني حمد الأستيك حبيب قلبي قوي ولا ضعيف؟ ضعيف لأنه كان غير تم التعين صح؟ فكر لما حطنا عليه مية أول مرة؟ أضاء المصبح إضاءة؟ حلو بقى سؤال في القطوة التانية لما حطنا له مية السؤال بقى مش أنت لما بتخطه مية التركيز بيقل؟ يا جماعة مش ده حمد ليه تركيز؟ حطت له مية يعني ايه؟ بخففه يعني ايه بخففه؟ تركيزه ماله؟ السؤال بقى لما تركيزه قل تأيونه قل ولا زاد؟ عرفت منين بقى ان تأيونه زاد؟ شهدت الإضاء يعني ايه؟ واضح جداً ان في حلقة ايه من التركيز ودرجة تأيونه؟ يسمح الكلام ده بقى مين هيثبته؟ estif澤 ده في قانون يعرف باسم قانون يبقى اولاً قانون استفلد ده بيوضح للعقب بين مين ومين؟ يبقى اول حاجة لازم تعرف ان قانون استفلد ده يوضح هاا العلاقة بين مين ومين أولا؟ بين تركيز المحاليل الضعيفة ورمز للتركيز بالرمز مين؟ اختصار للكلمة اسمع دي ولا ودرجة تأيونها ودرجة ايه ورمز لدرجة التأيون بالرمز الفا يبقى احنا هيكون عندنا حبيب قانون الاستفال ده هتشوف النهاية علاقة بين مين ومين اللي انا وانت اصلا عارفين من قبل الاسبات ان هي علاقة ما لها بس احنا بقى هنسبت الكلام ده رياضيا بصي بقى وزي ما قلت جماعة وانا بشرح قانون فعل الكتلة لو فاكريه انا بس بفكرك ان انا قلت اوعد ذكر لي اخر حتة في القانون وتقول لي انا كده خلاص عارف انا هحل ازاي لازم تذكر الاسبات خطوة خطوة عشان لو سألك فاي حاجة جوه الاسبات تبقى انت فاهم تبقى كده فيه وعاء للعلم وعاء والوعاء ده لازم يكون طيب انت لازم كده تنق نفسك كده عشان تستقبل تبقى انت وعاء العلم ده مع وعاء للعلم بدلا ما تبقى حاجة تاني والعلم ده شئ طيب صاح كده فلازم وعاء العلم وهو كمان يبقى طيب ولا ينفع يبقى حاجة تانية ما ينفعش وعاء العلم طيب عشان العلم شيء طيب العلم مش طيب طيب شيء جيد يعني عشان بس او واحد اقولك طيب ازاي العلم طيب طيب اللي هي شيء حسن يعني اني في ناس بتاخد معنى الحرفي للكلام بصي بابا نبدأ الاسبات ركزوا بقى جماعة لاني احنا ايه هنمشي كلمة كلمة الحتة اللي فيمش مش هنعديها مش ينفع لان كل حتة مبنية على اللي قبلها نبدأ وخدوا بالكم ان انا بسأل وانا كمان بسبت يقولك في اول الكلام بفرد دي اول فرض يا جماعة بفرد ان لدينا حمض ضعيف يبقى اول الكلام يقولك بفرد ان دي ايه معلش حبايبي هو يعني ايه حمض ضعيف ما شاء الله عليكم خدوا بالكم ان احنا كل شيء هنرجع للكلمة دي انتوا اولتوا حمض ضعيف ايه بفرد ان لدينا حمض ضعيف احد البروتون جماعة ايه احد البروتون شطورة يا بطيقة بتقولك في اتش واحدة صيغته الافتراضية طبعا عايف انت تفهمينها افتراضية يعني فرضا صيغته الافتراضية اتش ايه يبقى بداية الاسبات جماعة بقولك بفرد ان احنا معنا حمض ضعيف معه واحدة اتش يعني احد البروتون ولتكن صوته من اتش ايه فضلوا بقى حضرات فانه يتأين تبعا للمعادلة سامع جماعة ادي اتش ايه صحيح فضلوا اعمل السهم في كم اتجاه ليه يا بابا عرفت من ايه لان انت قلت من ده حمض ايه هيتأين يدينا ها اتش مجب زائد ايه سالب اسألكم بقى هنا على المعادلة دي ينفع نطبق قانون فعل الكتلة ولا ينفع ولا ما ينفعش طب ينفع ليه عشان عندنا اتزان صح ولا غلط اسمع يا بيه وبتطبيق قانون فعل مين وبتطبيق قانون فعل الكتلة على المعادلة لما نشوف اللي مركزين انا هديكم البداية فانك ايه واحدة قيتلي اه اه واخدبالي انك انا كمين ثابت الاتزان للحمض مش ده حمض ايه لا يبقى الكي بتاعة اسماك ايه كيه اسد ايه مش ايه مش اسد يعني حمض يبقى احنا كده اخدنا كم كيل لحد دلوقتي ثلاث سابت الاتزان للتركيزات كي سي وثابت الاتزان للضغوط كي بي وثابت الاتزان للأحماض ايه ايه قولوا تركيز اتش موجب مرفوع لأس مضروف في تركيز مرفوع لأس على تركيز مرفوع لأس حبايب قلبي لحد كده صعب كده احنا خلصنا التلت الاوحي صعب الكلام? يبقى بفرض ان احنا عندنا حمض ضعيف احد البروتون ولتكون صغطه اتش اي فلما هيتقين هيتقين تقين غير تام يدي اتش موجب وايه? سالب. ينفع منطبق قانون فعل الكتلة. فتكون كي ايه للحمض? تركيز اتش موجب بتركيز ايه سالب على تركيز اتش ايه صعب الكلام? حبيب قلبي اللي مرتب الافكار مش انت عشان تجيب كي ايه دي? محتاج قيمة ده وقيمة ده وقيمة ده وقيمة ده? ركز بقى في اللي جاي. الفرضية التانية والاخيرة بعد كده قلبت رياضة خلاص. وبفرض انه تم اذابة واحد مول من الحمض. فرض ان احنا دهوبني يا جماعة? في حجم من المحلول في. يبقى هو فرض يا جماعة ان هو دهوبة ديم الحمض? واحد مول. في حجم من المحلول مقدره كام? اسألكم بقى. هو قال هحط واحد مول من الحمض في حجم المحلول في. هل الواحد مول ده كله هيتقين ولا جزء هيتقين وجزء لا? يا جماعة ركزوا. هل كله هيتقين ولا جزء او جزء لا? طب عرفتم منين انه جزء او جزء لا? انت تانية بسا انت تانية. لان الحمض ما له? اسمع دي بقى اللي بتفهم رياضة. ام اي ليس تيفا بقى? انت قلت جزء هيتأين جزء لا? قالت فان عدد المولات المتأينة. عدد المولات ليه? يعني الجزء اللي هيتأين. وقام رمز له بالرمز مين? طب حبيبي ازا كانت المتأينة الفا. وعدد المولات غير المتأينة يبقى كام? الله عليك. الله عليك ايه يا بيت الشيطرة دي يا بيت? اتقول لك واحد ناس ايه? طبعا بقت لها واحد قاعد. مزبهل كده يقولك عملوها ازاي? بابا هو كان واحد مول واحد مول. اتأين منه سين. في جزء اتأين. يبقى الجزء اللي ما اتأينش. واحد ناس سين? في ايه معلك? لو واحد ناسي حابة اللي اتأينه صح? يبقى هنا هو كان واحد مول. انت قلتوا جزء هيتأينوا جزء ايه? فهو قال فان عدد المولات المتأينة كام? هي بقى غير المتأينة? صحب الكلام لحد كده? اللي بعده. وبما انه معلش جماعة سؤال من الباب التاني. هو قانون التركيز المولاري. تركيز اي حد بيساوي مين على مين? والله هامستر تركيز اي حد بيساوي عدد مولات المزاب? على حجم المحلول بليه? الله ينور على المزاكر الباب التاني باحترام كده. تعال لي بقى حاج انا هقول اول واحدة. اذا يلا مع بعض. تركيز اتش موجب. انا اللي هقول دي. وانتو هتكملوه من بعد. فانا امتسائل نفسي. هو يا عم خالد اتش موجب ده متأين ولا مش متأين? متأين. يبقى عدد مولاته الفا. مش متأينة الفا? وحجم المحلول بالليتر في. صعب اللي انا عملته ده? ما انت قلت تركيز اتش? تركيز اي حاجة عدد مولاتها على حجمها بالليتر. فانا سألت اتش ده المتأين ولا غير متأين? قال لا ده المتأين. يبقى عدد مولاته الفا. وحجمه بالليتر. كمان مرة. تفضلوا. ويبقى تركيز ايه سالب? رده. متأين ده ولا غير متأين? متأين. يبقى عدد مولاته? برافو. على حجمه بالليتر. عاش بطل. خش على بعده. طب وتركيز اتش ايه? متأين ده ولا غير متأين. غير متأين. يبقى عدد ملاته. واحد نايس الفا. في حد تاه مننا. بس كده. طب ما انت كده جبت يا رجلة طيب. انت كده جبت تركيز مين? اتش. وجبت تركيز مين? وجبت تركيز مين? اتش. طب ما خلاص. عوض. عش انت معكمتهم? عوض. وبالتعود في معادلة ثابت الاتزام. اسمعكم. بس بالراحة بقى يا جماعة. يعني الناس اللي متمكنة في الرياضة? تاخد بالها من الناس الكحيانة اللي زي. يبقى كيه ايه بتساوي? الفا على في. في الفا على في. على واحد ناقص الفا على في. صعب الكلام لحد كده? صعب. بص برضو. بص. خليك بقى انت كده ما ترعيش الناس الغلابة اللي زينا. اش هنرد عليك? صعب لحد كده يا جماعة? يبقى انت شبت كل حاجة وحطت تخمتها الفا على في الفا على واحد ناقص الفا على في. الفا في الفا. الفا سكوير الفا تربيع. ودي في 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 تربيع. ودي واحد ناقص الفا زي ما هي. ودي بس مكام ومقام المقام يطلع بس. على طول بيقول لي مستر طيق طيق يا بابا. ماشي عما بتاع طيق انت. شين الفيديو مع التربيع ده? فتقول العلاقة الى انك ايه بتساوي? الفا تربيع على في في واحد. صعب لحد كده? بجده صعب. هكمل. هكمل. تمام لحد كده? بص بقى عمك الستيفة ختم بيه? قال لك وبما ان الحمض ضعيف. وبما ان اقال له? وبما ان الحمض ضعيف فان مقدر ما يتاين منه ضائل جدا يمكن اهماله. المقدر اللي بتاين ماله جماعة? بص الوقت بقى بتاع الرياضة قال لي مستر انا عارف معناها ايه دي بالرياضة بتروا معناها ايه? قال لي يعني بص مستر يعني واحد ناقص الفا دي تقريبا كده مستري بواحد. مش انت قلت ان الفا ده صغير جدا? على فكرة جماعة زي ما انا بتريق كده هو ساعات بيحصل كده فعلا. ساعات بتبقى الفا ده المقدر اللي تاين ساعات بيوصل مسلا لارقام زي واحد في عشرة قس سلب تسعة. يعني واحد من مليار. انت متخيل? اللي هو لو انت دخلته على قلة حسبة وما حدش طالها حسبة. لو دخلته على قلة حسبة قديمة واحد ماقص واحد من مليار غالبا الالة الحسبة هتطلع لك واحد. اللي يا بمنطلق يا انا عايز تقول لك هتبطل اطاخة. يعني الاجابة معناها بطل اطاخة. بينما الالات الحديثة اللي معاكو دي. يعني انتو ما شاء الله معاكو الات كده مش عارف كام وايه كام وحاجات كده عظيمة. فطبعا بتحسبها ما شاء الله عليها وبتطلع يعني بتطلعها علامة عشرية وتسعات بس كده. لكن هو اللي برضو لو قربتها. اطلق واحد. انت رحت يا اخي ايه بقى? الجزء اللي بتاين ده جزء ضائل جدا يمكن ايه? اهماله. طب ما احنا لو اهملنا كده يا جماعة هتقول العلاقة الايه حباي بي? قال لي سهلة. كده بقت ايه ايه? ها? الفا تربيع على? على في صح ولا غلط يا جماعة. ما هو واحد ناقص الفا بقت بواحد خلاص? تبقى كده ايه بتسوي الفا تربيع على ايه? اخر سؤال بقى حبايبي. هو مش التركيز يا جماعة بيرمز لي بالرامز سي? التركيز سي صح? هو مش التركيز عدد المولات على الحجم بالليتر? في المثال بتاعنا ده. عدد المولات كان كام? والحجم بالليتر كان. ايه ده يا ولا? يعني واحد على في بتسوي مين? هي مش بيه اللي في المقام دي معناها ان البسط بتاعها واحد? شيل يا ولا. شيل شيل. ايه مش انت قلت واحد على في بتسوي سي? عدد المولات على الحجم بالليتر بيسوي التركيز صح الله غلط? خلاص يبقى واحد على في بتسوي مين? شيل يا حبيب قلبي يبقى تقولي العلاقة الى ان. في سي صعب الكلام عام الناس. صعب الاسبت اسمع بقى يا ابن تاني بس حاول عينيك تلحقني وانا بتكلم. بس الكحيانة بقى. يبقى تاني. بفرض ان لدينا حمض ضعيف احد البروتون صغطه الافتراضية اتش ايه. فانه هي تاين تاين غير تام صح? يدينا اتش موجب وايه سالب. هنا يمكن تطبيق قانون فعلي ليه? يبقى كي ايه له بيستوي تركيز اتش موجب في تركيز ايه على تركيز اتش ايه صح? وبفرض انه تم ازابد واحد مول من الحمض. في حجم من المحيول كام? فان عدد المولات اللي هتتاين الفة. وعدد المولات اللي مش هتتاين واحد ما يصال. وبما انا التركيز بيسوي عدد المولات على الحجم بالليتر. فان تركيز اتش المتاينة الفة على في. وتركيز ايه المتاينة? وتركيز اتش ايه غير متاينة? وبالتعويض في معادلة تثبت الاتزان كي ايه? يبقى كي ايه بتسوي الفة على بي في الفة على في على واحد مايس الفة على في. صح كده? فان كي ايه بتسوي. كده الفة في الفة بقت الفة تربيع وفي تربيع في المقام واحد مايس الفة وفي كدلي كانت تحت خلص مقام المقام طلعت بسط. طيار تربيع مع التربيع. فتقول العلاقة الى ان كي ايه بتسوي الفة تربيع على في في واحد مايس الفة. صح? ولكن الحمض ضعيف. فان الفة ده مقدر ضعيل جدا يمكن? فتقول العلاقة الى ان كي اي بتسوي الفة تربيع على بي وبما ان التركيز سي بيسوي واحد على بي يبقى كي اي بتسوي الفة تربيع سي صح كده وهو ده الاسبات وش حاجة بس هنا في ملاحظة كتاب مدرستنا الجميل جاي بالاسبات ده بس مش كاتب تعريف بالعربي فانا وانت عايزين نكتب بقى قانون بالعربي تعريف قانون استفال دي بقى قانون استفال انا هقول لكم البداية عند ثبوت درجة الحرارة عند ايه فاللي مذكره ايه تلي عارفها اللي انت بتقوله ده مش جيد علي ما انت لما قلت عند ثبوت درجة الحرارة كي انك قلت عند ثبوت كي ايه صح لا غلط لان كل الكهات ثابتة بثبوت درجة ولا ما قلتش انا عم الناس يبقى انت لما تقول عند ثبوت درجة الحرارة انا عند ثبوت دي بتوع الرياضة عند ثبوت دي بتوع الرياضة بتوع الرياضة عند ثبوت دي ايه اللي علاقة من الاتنين دول عكسية يبقى انت ولا كل ما هتقل ولا كل ما انا ايه بس استانا ليس عايزين نسمعها عدل تعالى لي بقى يا حبيبي عشان نقول انا وانت مع بعض نص قانون استفلد باللغة العربية يلا يا بيه يبقى نبدأ بسم الله عند ايه ولا بسم الله عند ثبوت درجة الحرارة يتناسب تركيز الحمض الضعيف او يتناسب تركيز الحمض مع حمض ضعيف كل ده لا احماض ضعيف يتناسب تركيز ايه الحمض اللي هو سي صح تناسبا ايه ولا عكسيا مع مربع درجة تأيونه مع مربع ايه صعب الكلام يا جماعة استنوني بقى فواحد قال لي معلش بس مصر عشان انت نسيت حاجة قلت له ايه يا حبيبي قال لي ممكن تقول لنا ايه الرموز دي قلت له ما له حبيب قلبي هيسك ايه ثبت التزان الحمضة او اسمه ثبت تأيون الحمضة صعب الكلام شايفين الفة دي الفة دي لها اربع اسماء درجة او نسبة درجة او ايه درجة تفكك درجة تأيون تقول درجة ايه او درجة ايه او تقول نسبة تفكك او نسبة تأيون يعني كلام يواضح درجة او نسبةigans يبقى دي اسمها درجة تفاكك او درجة تقاين او اسمها نسبة تفاكك او نسبة تقاين بينما طبعا سي ايه مش محتاجة شرح تركيز الحامدة صح يبقى ايه العلاقة بين سي ايه والفا طب هنا حباب قلبي بتقول علم رياضة وانا اتعمد الناس العلم رياضة يبقى سي مع الفا تربيع انت قلت عكسية صح هيا ترى يا حباب قلبي ارسمها خط مستقيم كده ولا خط منحاني كده الله عليك الله عليك تكون كده علاقة عكسية صح ولما سألت الولد انت ليه يا ابني ما خطعاش خط مستقيم ايه في ايه قال لي مستر اصلحنا عندنا حاجة في رياضة اسمها الدوالي القسية ويه القسية دي يا حبيبي قال لي يعني مثلا عن نسين تربيع والكلام ده قال لي يا دي ما بتتنسمش خط مستقيم يا مستر تروي كويس المعلومة دي كويس انك زودت هالي لانا ما كنتش عارفها لانا كنت علم رياضة انا كمان واخد بالك فمعليش فانا طبعا ما كنتش عارفها وكويس انه هو الهاجب طبعا احنا بنفكر الناس بس انه بنشوف كوارث تلاقي واحد جاي ما اخترها لك ايه خط مستقيم اه هو عكسية اللي مش عكسية دي يا متعلمين عكسية بس ما ينفعش يعني ما ينفعش عيب استنوا بقى ويبقى ده لو قلل النص ده هيزيد مش لبضيع اربع امثال ضعف يا لا ضعف تربيع يا لا ضعف تربيع يا لا تربيع يا لا اقول له قال له النص اما ايه اللي زاد لقضاعك شفت وهو قعد قدامي عشان بس انت ترجع تقول هو ليه بيتناتز انا بس باريك والمصيبة ان هو هقولك انا علم الرياضة ده لو قالها بص هو هتقول علم الرياضة المهم ان انا حريص دايما انا متكلم ان انا بنزل ايه بالمستوى واقول يا جماعة اخدوا بقى لكم عشان احنا كحيانين في الرياضة واصلا اكثر الناس لتلاقي كحيانة في الرياضة بتوع علم الرياضة اللي هو زي يعني يا عم انت بتعمل ايه يا عم ده لو قلل النص ده هيزيد لاربع امسا الضعف تربيع صح ما انت قلت مع 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 الفا ولا مع مربع درجة تأيون مع مربع درجة تأيون استنى بقى هنا في سؤال بيجي علل لبتوع ازهر بس ايه انا مش قصدي اصخر من بتوع ازهر انت عارف ان انا بيعزهم بس المشكلة انهم بصراحة بيخلوا نفسهم مادة للسخرية السؤال ده بيجي علل يقول له يعلل كلما قل تركيز الحمد ده سؤال والله كان بيجي تيب دايما كلما قل تركيز الحمد تزداد درجة ايه تأيونه سؤال يقول له كده ليه كلما بيقل تركيز الحمد بتزداد درجة تأيونه فيقوم الطالب الجميل يقول له ايه حيث يتنسب تركيز الحمد عكسيا مع درجة تأيونه يا راجل بجد الله طب ده السؤال برضه يا ابني هو الراجل بيقول لك ليه ليه ده بيحصل ليه لما انت بتقلل التركيز الحمد بيتأيين زيادة حتى يزل السابت ثابت نفهمش حاجة ايه لا مش انت قللت تركيزي فانا بردها ازاي بزود درجة تأيونه عشان كي ايه يفضل ماله لان كي ايه بتاعتي بتتغيرش الا بدرجة ولذلك عند تخفيف اي حمد فان تركيزه يخل ودرجة تأيونه تزداد بينما كي ايه له ان كي ايه لا تتغير الا بتغير درجة يبقى انت ليه لما بتحط مية على الحمد الحمد بيفك نفسه زيادة بيتأيين زيادة عشان يحافظ على مين ثابت ثابت الاتزام ليه كلما اقلت تركيز تزداد درجة تأيون حتى يظل كي ايه للحمد ماله حتى يظل كي ايه للحمد ماله ثابتا اسمع دي بقى كمان محترم بصي بقولك ايه عشان فيها عالل برضو بيقولك يستدل على قوة الاحماد يستدل على مين من قيمة كي ايه لها يبقى لو عايز تعرف الحمد ده اكثر قوة ولا اقل قوة اعرف من قيمة مين حكتب الاجابة واشرح لك بيقولك حيث تتناسب كي ايه للحمد تناسبا ترضيا مع قوته يبقى هنا يا جماعة لو عايز تعرف الحمد ده اكثر قوة ولا اقل قوة اعرف من قيمة مين وده لان كي ايه بتتناسب ايه مع القوة تعالى فاهمك ليه كي ايه بتتناسب ترضيا مع القوة عشان بس ما بقاش قلت لك كلام وقلت لك ابلع واحفظ انت حبيبي عيب اربع احماض اربع احماض ضعيفة متساوية التركيز فاهمين حاجة انا جبت لك اربع احماض كلهم نفس التركيز فاهمين يعني نفس التركيز يعني سبتت لك ديه بتاعت الرياضة بتاع الرياضة انا بتكلم الرياضة اهو لو دي سبتة دي اللي سبتت ايه العلاقة بقى من ده و ده ترضي يبقى كل مكيه ايه تكون كبيرة معناها ان درجة تأيون الحمض زمالها كبيرة والحمض للدرجة تأيونه اكبر يعني بتاين احسن يبقى الحمض ده اقوى صح والغلط فيهمتو حاجة يبقى انت لو معندك مجموعة احماض وعايز تعرف مين فيهم اقوى من التاني هتقارنهم من حسي هو بقى يجب لك اربع احماض ويديك كيه لكل واحد ويقول لك مين في دول اقوى يبقى الاقوى هو الاكبر فين في كيه بس استان تجنبا لحدوث لابس واحد بقى قاعد مركز باكن ان هو جابت تايحة قال لي مستر منحسن ان كلامك عكسب قلت له لي قال لي ما هو الحمض لو قوي اصلا ملوش كيه ايه قلت له صدق صح والله العظيم بتكلم صح هو في حمض قوي لي كيه مش قوي عن تم التاين ازاي بقى تم التاين ولا هو ثابت اتزام قلت له وانا قلت لك ان هو قوي ما مش ان هو قوي قال لي ما انت قولت قوة الاحماض يلا يا جاهل يلا يا جاهل باللغة العربية حمض ضعيف وحمض ضعيف وحمض ضعيف اقوى الضعفاء فيمت حاجة انا ضعيف معاهم انا مبتكش ان انا قوي طب والله يا ضعيف بس ايه بس كده يبقى احنا مش كلنا في نفس الضعف اصلا عشان انت يكون لك كيه ايه يبقى انت ضعيف طب ايه قوة دي يا بيت هم مجموعة احماض ضعيفة بينهم وبعض هل كلهم على نفس الضعف لا طب هو ربنا وصفنا كلنا ان احنا ضعفاء صح والغلط بس احنا الضعفاء دول اللي هو احنا كلنا كل بناد مين درجات في منهم في يوم القيامة ناسة تستكبر قولك وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا صح ان كنا لكم تبعة طب هو ايه ده هو الضعيف في منه درجتين اه في منه درجتين في ضعيف خالص وفي اعلى شوي صح والغلط بس كده فاستنى بقى افتح لي كده عشان بس ايه نشوف حاجة حلوة كده مع بعض صفحة اثنين وتلاتين معلش انا بس عايزة شوف حاجة منك اسألكوا سؤالة اسألكوا سؤالة اسألكوا سؤالة ما تخافوش صفحة اثنين وتلاتين في الصفحة من فوق جايب لك هو ستة احماض ومديك قيمة كي ايه صح؟ معلش معها عشان خطر بس بصوا على الرقام كويس ده اختبار اختبار حساب مش هقول رياضة ما ينفعش هقول رياضة اختبار حساب معلش شايفين ارقام كويس بصوا لها جماعة تأملوها انا عايزك تتأمل الرقم عايزك تتأمل الرقم وتعجب بيه يعني انا عايزك تحب الرقم حب الرقم الاول حبيت الرقم اخدت وقتك منك تحبه؟ يا ابني حبيت رقم؟ طب حلو يعني شفت ستة رقم كويس؟ سؤال بقى مين اخو واحد في ستة احماض دول؟ حمد مين؟ برابو حمد الكابرتوز لان قيمة كي ايه بتاعته؟ واحد وسبعة من عشر في عشرة استكام؟ واحدة امبالها بتقول لي ازاي يعني واحد وسبعة من عشر هو كبير طبعا الرقم ده واحد وسبعة من عشر في عشرة استكام؟ اما البقين كلهم اللي مضروب في عشر والسلب اربعة واللي في عشر والسلب خمسة صح؟ يبقى اكبر رقم حمد الكابرتوز ده اقوى واحد كامل طب مين اضعف واحد؟ حمد البوريك صح؟ لاني مش عارف رقم كده مضروب في عشر والسلب كامل؟ والسلب عشر اتفهمت؟ يبقى انت لو معك مجموعة احماض ضعيفة لها نفس التركيز تعرف من اين مين اقوى؟ من كي ايه؟ ولذلك يستدل على قوة الاحماض من قيمة كي اله اتفهمت دي؟ اتفهم قانون استيفل؟ قبل ما نخش في الجزء الاخير بقى تعالى ناخد مسألة مثلا؟ بصر معا احب اطمنك بصر معا احب اطمنك لحاجة ان المسائل اللي بتيجي على قانون استيفل ما فيها الصعوبة جماعة والناس ما تعودش بقى جماعة هتقول لي ايه؟ يا بابا بقولك ايه؟ هو احنا ايه الفاصل بيننا؟ نبص الامتحانات اخر السنة بتاعت الدفعتين اللي قابلك وتفرج على الامتحان هتلاقي لسئلة عادية خالص والله العظيم عادية طيب بص كده اهم حاجة في المسائل انك تطلع معطيات عادية مسألة بتقول احسب اسمها كده فايس احسب درجة تأيون حمض احسب ايه؟ اول ما قال لي احسب درجة تأيون انت انا كاتب الفا علامة استفهام ما هي الفا هي درجة ايه؟ لمحلول حمض ضعيف تركيزه واحد من عشرة مولر هو ايه تركيزه؟ يبقى الراجل الطيب ده مدينا كونسنتريشن اوف اسد بكامل؟ علما بان ثابت اتزان الحمض بس بس ك ايه؟ سبعة واثنين من عشرة في عشرة قس سالب عشرة ما هي هذه التفاهل؟ ما هي ايه يا جمعة ده؟ انا اول حاجة لان انت عارف ان انا كحيان رياضة فقوم تقيل بما انا ك ايه؟ الفا تربيع في سيه بس هو مش عايز ك ايه؟ ده هو عايز الفا يا حبيب قلبي يا محترم اللي وراء فانا قلت بما ان ك ايه بتساوي الفا تربيع في سيه؟ يبقى الفا تربيع بتساوي ك ايه على سيه؟ ويبقى الفا بس بيساوي جزر ك ايه على سيه؟ تمام؟ طب ما خلاص يبقى كده هنعود تعويض ايه؟ ويبقى على القلة الحاسب هتقوم ايه الجزر ك ايه عندك كانت سبعة واثنين من عشرة في عشرة قس سالب عشرة على واتطلع الناتج يبقى الف مبروك عليك جبت مين؟ جبت الفا صعب الكلام ده جماعة؟ وهكذا يعني طب بص بقى يا عم الناس عندنا بعد كده كمان اسبتين انا بقى عن نفسي احب اكد لطاليب المحترم قبل ما نشرح ان احنا هنشرح هنا انا هشرح هنا واللا انا هعمله هنا ده انت هتاخده كوبي باست هتنقله هو هو نفس الكلام مع تغيير حرف واحد في حرف كده نقعد نغيره عما نشوفها هيركزه ولا لا ولذلك كدوا بالكوا جماعة انا هشرح ده وانت هتشرحه ده اذا انا بقول ان دول مش حرفتين عيب بس والله حاجة واحدة هتشوف دلوقتي بس سؤالين بس في الاول هي الاحماض لما بتتاين في الماء بتدي ايه 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 مين اللي ثابت فيها ايه موجب ايه ايه الموجبه ايه الموجبه ليه الهايدرينيام صح اما القلويات لما بتاين بتدي ايه معروف على احمد مواد تتاين في الماء معطيها ايونات اتش المجابة بينما القلويات مواد تتاين في الماء معطيها ايونات اسمع يا عم الناس بيقولك هناخد قانون اسباته يا جماعة حساب تركيز كل معايا جماعة الصبورة حساب تركيز ايون الهايدرينيوم هناخد حساب ايه اللي هو بين قصين اتش سري او للاحماض الضعيفة للايه انا بنبه من قبل ما اقول ايه كلمة يبقى اللي احنا هنشرحه ده حساب تركيز ايون هيدرينيوم لحمض ماله بسم الله نبدأ الاسبات بيقولك بفرض ان لدينا حمض ضعيف يبقى هو فرض في البداية ان احنا معانا حمض يا جماعة مثل حمض الاسيتك يبقى احنا هنبدأ جماعة ان احنا معانا حمض ضعيف وليكن حمض مين حبيب قلب المحترم اللي مركز معايا قالك فانه يتأين تبعا للمعادلة طبعا كلنا عارفين حمض الاسيتك سي اتش سري سي او اتش هندوبه في المية اللي هي اتش تو او ليكويد في حد مش فاهم ايه ده ايه ده تأين غير تام ده حمض ماله طب ده لما هيتأين هيددينا حاجتين هيددينا ايون الاسيتات السالب صح واتش موجب اللي هتخرج منه بسرعة هيتحد مع المية بربطة تنسقية معطيان ايون مين صعب لحد كده هيبقى الباللي مركز معايا وبما ان الحمض ضعيف هينفع هنا نطبق قانون فعلي ليه فرق حبيبي يبقى اول حاجة وامتاج بما ان كي ايه ثابت اتزان الحمض كله معايا جماعة بيساوي تركيز ايون الاسيتات السالب بمرفوع القس واحد في تركيز ايون الهايدرينيا من الموجب مرفوع القس على تركيز حمض الاسيتات اوبا وما كتبش مية قلنا له لان المأزة التركيز ثابت مهما اختلفت كميته فلا يكتب في معادلة ثابت الاتزان صعب لحد كده صعب اول خطره في الاسبات طب المحترم اللي مركز على الصبورة بيقولك يتضح من معادلة التفاعل ايه ماشدعه هو اللي كاتب يتضح من ايه بابا ان تركيز ايون الاسيتات السالب بيساوي تركيز ايون الهايدرينيا من الموجب يبقى بيقولك انه واضح من المعادلة ان تركيز مين بيساوي مين ومع انه هو ما شرحش ليه انا هرد من غير محد يسألني واحد يقيتلي هو عارف من ايه معليش معليش عدد ملاتك هو عدد ملاتي صح مش احنا يتنين جوا نفس المحلول يعني حجمك هو حجم استهلنا كلمه كده عدد ملاتك هو عدد ملاتي وحجمك هو حجمي يبقى تركيزك هو تركيزي مش محتاجة اي ابداع خالص يبقى احنا يحقلنا يا شباب ان احنا نشيل ده ونعوض بقيمته اللي هي مين الهايدرينيام صح يبقى كيه ايه بتساوي ها هايدرينيام في هايدرينيام بقت صعب الكلام على حد طب قبل بقى ما اكتب لكم الحتة اللي تحت صعب يا جماعة لحد كده بجد تهي انت انه عملت ايه ما هو ده بيساوي ده يبقى ينفى هنشيل الاسات ونحط مكانها مين هايدرينيام يلا يا بابا يبقى كيه ايه بتساوي تركيز ايوني هايدرينيام ايه سؤال هو اللي مكتوب ده تركيز الحمض عند البدء ولا تركيز الحمض عند الاتزان عند الاتزان مش هو اي ثابت اتزان تركيزات عند الاتزان حد يعرف يقول لي تركيز الحمض عند الاتزان بكم انا هقولها تركيز الحمض عند الاتزان يبقى اسمه سي اي نا اس الفا واحدة قايتلي مش فهمة يا بيت تركيز الحمض في البداية كان اسمه سي اي والنفطارة زي استفلد مش كان بواحد عند الاتزان بقى اللي تبقى مني بعد ما فيه جزء اتاين برضو سي ايه ولا سي نقص الفا لان فيه جزء اتاين مش فيه جزء اتاين يبقى تركيزي عند الاتزان بيسوي تركيزي عند البدء ناقص الفا اللي هو الجزء اللي اتاين صعب لحد كده اسمع بقى دي يلا زي استفلد هو مش استفلد قال وبما انا الحمض ضعيف يلا جماعة فان ايه مش مركزين فان ايه لا حاولة لا قوة اتاين مفيش فان حاجة فان مقدار المهم ان الكلام موجود على الصابور الناحية التانية وبصوا مع احد شو يبقى عليك فان مقدار ما يتاين منه ضئيل جدا يمكن اهماله وده معناه ان سي ايه نقص الفا هي واحد ده بينقله ده بصمجية وهما بينقله ده بصمجية وهما بينقله جماعة انتو بصمجية جماعة انتو بصمجية بجلد انتو حتى مش عايفين تنقله عدل هي سي ايه ناقص الفا بتساوي واحد بيجال واحد طب هناك عشان كان واحد ناقص الفا هي ايه ناقص الفا بساوي واحد هنا سي ايه ناقص الفا برده بتساوي واحد جماعة كمان انتو محتاجين تغير نوعية الاكل والشرب للشابور لدي انتو فيكو حاجة غلط. انتو ما تقوليش ان انتو ناس اسوياء زينا كده. ما تقوليش لا لا انت في حاجة غلط فيك. في حاجة غلط. يعني احنا محتاجين ندار عليها. فترة جاية ونسيرنا بالتعليم شوية. ونوقف نجوف انتو فيكو ايه. لان انتو بمع انتو في حاجة والله حاجة غلط. مش ممكن. الواحد ناقص الفا بتساوي واحد. يبقى سيء ناقص الفا برضو بتساوي واحد. اه. طب صين ناقص الفا لأ بواحد. بصة مستل اي حاجة ناقص الفا واحد. يا بنتي هناك كنت مستخدم رقم. هنا مستخدم رمز. ايه الانجاز اللي انا عملته? لا حاولها لا قوة الا بالله. لا حاولها. اللهم اني اسألك رد القضاء. لا ينفع ينفع ينفع. كي ايه بتساوي? يبقى كده يا جماعة اصبحت العلاقة بتقول ان كي ايه بيساوي? تركيز ايون الهايدرينيام تربيع على مين? على سي اي. بس انا مش عايز كي اي. انا عايز الهايدرينيام. يلا حبايا بقلبي طرفين فواستين. قولوا يلا. يبقى تركيز ايون الهايدرينيام تربيع بيساوي كي ايف سي اي. يبقى الهايدرينيام بس. ايه الشطرة دي? ايه الحلاوة دي? هجيب الجزر. يبقى جزر كي ايف سي ايه. صعبة دي? بس استانوا يا جماعة. الحبيبي معلش. بالله عليك وركزوا على الصبور عشان بس ايه ما تخنقونيش. وانا مش عايز اتخنق. يعني انا بالله عليك. بالله عليك. انا اصلا الكربطة خنقاني. ما تخنقاش انت كمان. شيل كي ايه وخط قيمتها. ما احنا لسه جايبين من شوية قيمة كي ايه. مش كي ايه دي بقى الفا تربيع سي? شيل كي ايه وخط قيمتها. وقللي هيدينا ايه? عشان خطر يا قوي. على مهلك. ياليا. الفة تربيع في سي ايه ولي كمان سي ايه. صح? مش يكن في سي ايه? دي الوحدها الفة تربيع في سي ايه. سي ايه يبقى الفة تربيع? يهمت حاجة؟ يبقى تركيز ايوني الهايدرينيا ويتجاب من حاجتين ييتجاب بمعلومية ثابت الاتزان والتركيز ييتجاب بمعلومية الفا اللي هي درجة تاين والتركيز تفهمت جات من ايه؟ يبقى تركيز ايوني الهايدرينيا من اي حمض ضعيف جزري كيف سي ايه؟ او بيساوي الفا سيف صعب الكلام؟ اتفهم الاسبات؟ ها بس انتبه لحاجة سؤالي بقى لما اسألكم في الاسبات التاني ده للاحمض ايه؟ ايه فحين طبعا المحترم هيبصي وقول لي طب لو الحمض قوي هنعمل ايه؟ اسألك انا بقى شو انت قلت له لو الحمض قوي هنعمل ايه؟ هو يعني ايه قوي اصلا؟ ايه قوي اصلا؟ بابا انت فهم يعني ايه تمت تاين؟ يعني ايه تمت تاين؟ ايه يعني كل الجزائيات اللي انت هتحطها تتحول ليه؟ طب ما خلاص يا خوية لو الدماغ شغالة اسمع يا خوي تركيز ايون الهايدرينيوم للحمض القوي او للاحماض القوية ستورها يا رب يساوي تركيز الحمض من غير متعاقد في قانون بيساوي يالا؟ واحد طبعا عايد لسه مش مركز بصي بقى ايه مش ده ايه سي ايه؟ تم التاين انت فهم يعني ايه؟ بس يالا كل واحد من ده يالا لما بيتاين بيخرج ايه؟ طب لو معنا من ده اتنين من عشرة مولر تهمت حاجة؟ لان كل الجزائيات دي هتتحاول ليه؟ يبقى القاعدة اذا كان الحمض من الاحماض القوية فانه ها فان تركيز الهايدرينيوم بيساوي؟ طب هقول جملة واسألكم عدا القاعدة دي مشي على كل الاحماض القوية عدا حمض الكابريتيك فان تركيز الهايدرينيوم بتاعه ضعف تركيز الحمض انا بقى مستني اسمع طلاب المحترمين ويقولوها من غير ما اشرح لهم تعالى 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 مش ديكم لقى الاخماض القوية؟ اي حمض قوي تركيز اتش بيساوي تركيز الهايدرينيوم معادة حمض الكابريتيك بصوا اللي يبص معايا بصوا المحترم اللي يبص معايا الا ده لان ده الوحيد اللي لما بيتقايا ما بيخرجش واحدة اتش بيخرج كامل يعني كل مول منه بيخرج اتش بيخرج اتش بي معادلة تعيونه وبالتالي لو معاك منه اتنين من عشرة مولر هيدديك ايه من الهايدرينيوم اربعة من عشرة يبقى ثواني احنا كده شراحنا ثلاث حاجات لو الحمض ضعيف هي قاعدة واحدة صح؟ اهي قوانين حساب تركيز الهايدرينيوم جذري كي ايه في سي ايه او الفا في سي ده لو الحمض ماله؟ طيب رد علي وما لو الحمض قوي تركيز الحمض بيساوي تركيز ايون الهايدرينيوم معادة حمض مين؟ مش معنى معادة حمض الكابريتيك ويبقى سؤال لو جاب لك في الانتحان بص يجيب لك ايه؟ يجيب لك اختيارات يجيب لك اربعة احماط ويقول لك انه واحد من دول بيدي ايونهايدرينيوم اكتر ويقول جايب لك ايه؟ حمض اسيتك نص مولر ولا حمض كابريتوز نص مولر ولا حمض HCL نص مولر ولا حمض كابريتيك نص مولر اولا هتستبعد اتنين لو انت مركز معايا هتستبعد الاسيتك والكابريتوز لانها احمد ضعيف طب ما انت عندك HCL نص مولر وحمض كابريتيك نص مولر لا يبقى حمض كابريتيك لان الHCL لو في منه نص مولر هيديك ايونات H بنص لكن حمض الكابريتيك لو نص مولر هيديك ايونات هييدرينيوم واحد مولر صح ولا غلط لان تركيز الايون النا هادرين بتاعه هيبقى اتضاعف في تركيز الحمض اتفهمت ليه ضاعف في تركيز الحمض قلت لي اه لان حمض الكابريتيك لما بيتقين هي واقع معادلة تايونه يحسن يكون حد قاعد عمال يهز دماغه ومش فاهم انا بقول ايه مش دا لما بيتقين بيد اتنين اتش موجب واس او فور سالب يعني لو 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 مثلا معانا منه اهو الواحد الواحد اهو بيخرج كام فلو معك منه اربعة من عشرة مولر هيخرج لك اتش تمانية من عشرة مولر ضعف التركيز صعب الكلام نا كده بالنسبة للأحماض الضعيفة والأحماض يا جماعة هي القلويات بقى بتتاين تدي ايه يبقى احنا هناخد مع بعض حساب تركيز ايون الهايدروكسيل بقى للقلويات انا هكتب لكم المعادلة وانتوا بقى اللي هتقولوا نفس الكلام زي ما انا عملت بفرض ان لدينا اياها محترم يا اللي ارى قلوي ضعيف مثل مين مثل غاز النشادر او محلول النشادر بص يا بابا قد النشادر غاز يدوب في المية اللي هي اتش تو او او اتش او اتش براحتك انا بحب اكتبها كده بصراحة ان انت عارف مستوية على قد شوية في الكيميا تقاين غير تام ان اتش سريب تاخد الاتش يدينا انا اتش فور موجب ودي او اتش سالم فضلوا بهوات هنا هينفع نطبق قانون فعل الكتلة ولا ممكن يا جماعة وانتوا بتنقله ما تبقوش بصمجية قوي يعني بلاش واحد ضعيس الفة تاني ده انا بس حبيت انبهكو قبل ما تنقله اللي هو بص انت بتحاكي الموضوع بس مش بغباوة انت بتعمل حاجة انا عملتها قبل كده فانت مقطع تعملها بزكاء مش بغباوة اقول انا البداول اتقول انتو الحمد لله قالت كيبي جدع يا بيت الحلوة دي طب ليه ما قلتوش كي انت عيب بقى قايتلي عيب بقى ما تفرجش علينا الدنيا بقى عيب عيب الحصة دي متزع ومتصورة شكلنا هيبقى مش حلو الناس تقول علينا ايه صح على رأيكم اهم الحاجة الناس تبقى علينا ايه يلا يلا قول قول قولي يلا يبقى كيبي بتساوي تركيز مين انه اتش فور موجب في تركيز او اتش سالب ها على تركيز النشاد والمية حاولك ما بتكتبش المية ما بتكتبش والمية ايه ما بتكتبش ايها كيبي ايه احنا بقول ده طبعا المية ازا تركيز ايه سابق يلا يبقى ويتضح من المعادلة ان مين بيساوي مين ما خلاص با ما خلاص با اقولوا بقى وهو يتضح من معادلة التفاعل ان تركيز الان ايتش فور موجب بيساوي تركيز اله ايه ولا عدد مولاتي هو عدد مولاتك باتك وحجمي هو حجمك يبقى تركيزي هو تركيزك فتقول العلاقة يا عم الناس الى انا كي بي يبقى احنا من حقنا نشيل البطة دي ونحط مكانها او اتش بقت او اتش في او اتش حبايب قلبي كمان مرة هو تركيزي اللي انا شادر هنا عند البدء ولا عند الاتزان اللي هو هيبقى رمزه سي بي ناقص الف اله ازاي ما انا كان تركيزي في البداية سي بي كونسنتريشن اوف بيز صح وتأين مني جزء اللي هو الفا يبقى تركيز بتاعي عند الاتزان سي بي ناقص وبما ان القلوي ضعيف صح جماعة فان ايه فان الفا ها ضعيل جدا يمكن يعني سي اناقص الفا بتساوي فان سي بي ناقص الفا بتساوي ما بتساويش واحد يعني ماشي فان سي بي ناقص الفا خلاص اتعلمت يعني خلاص ماشي يبقى كده ايه عفو الله عن مسلك ادامة تعلمت يبقى يلا يبقى كي بي بتساوي تركيز ال او اتش على سي بي خلاص اولي بقى يلا طرفين فواسطين يبقى تركيز ال او اتش تربيع بي ساوي كي بي بص كده بص بتعملش ايه حاجة ولا اي حاجة انت ولا عملت حاجة خالص انت كل اللي كنت عملش يلو انك عملش يلو انك عملش يلو ايهات بتاعتي الحمط وتحط بي بتاعتي القلية بس ما غيرش ايه حاجة والقلون هو هو والتاني هو 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 نفس الكلام هو ده لبقلوهات ايه تعال تعال تركيز ايون الهايدروكسايل للقلوي ليه رد يا ولد يساوي تركيز القلوي صح ولا غلط تعالي بقى مثال ان او اتش ده مش قلوي قوي تم التقايم بيدي ان ايه موجب زايد او اتش سالب لما نشوف اللي مركزين طب لو انا معايا منه نص مولر والله يا بص يا ميستر الواحد بيطلع واحدة او اتش يبقى النص مولر هيطلع صعبة دي طب لو القلوي سنائل هيدروكسايل سأنا بس يكتبوا لنا المعادلة الاول مش ده قلوي قوي ده لما بيتفك يدينا سي ايه موجب اتنين واتنين واتش سالب يعني يا هانم يا اللي مركزة كل واحد من دي بيطلع اتنين من دي ويبقى انت لو معاك من ده نص مولر هيطلع من ده واحد مولر اتفاهمت اللعبة؟ نفس الكلام ولا مش نفس الكلام؟ يبقى بالراحة للاحمض والقلويات الضعيفة تركيز الهايدرينيوم جزر كي اف سي اي او الفا سي اي 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 هنا جزر كي بي في سي بي او الفا سي بي صعب الكلام؟ طب لو الحمض قوي تركيز الاتش بيساوي تركيز الحمض نفس الكلام هنا تركيز القلوي بيساوي تركيز ميه الواتش ايه اللي لو القلوي سنائل هيدرك سايل اتفاهمت اللعبة طب وطبعا دول برده جماعة مسائلهم بتيت نعود مباشر وهتحل عليها في الواجب هتلاقيها مباشرة وسهلة تعال بقى على الحتة دي اشرخ لك حتة كده بسرعة لوشا مش ده تزن اي حاجة فيها تزن يبقى ايه لوشا على طب ولذلك استن استن بتقع علم علوم ان شاء الله داخلين على وحدة هيشرحوا فيها الاتزان الايزوستاتيكي اخدتوه ما انا عارف ان في الواجب يا بيت تقول لي تعالي معلوم أخدتوه لسه ولا ولا اي اتزان داخل في مين لوشا بص يا بابا انا هقول لكم الاولى جماعة اي حمض قوي وليكن مسلا سبيل مثال بص جماعة عشان تجنبن للزكاء بس ان انا اسألكم الوقت اي حمض ايه عند اضافة قطرات منه المحلول يعني انت عندك محلول اصلا لحاجة وحطيت عليه قطرات من ده اي حمض قوي بيعمل ايه وهقنعك اي حمض قوي بيزود الاتش موجب في حد مش فاهم كماعة هو مش الحمض القوي لما بتقايم بيدي اتش موجب يبقى اي حمض قوي بيزود الاتش او ليها معنى تاني بيقلل الو اتش في حد مش فاهم ايه وابا انا كحمض لما بدي اتش موجب ده ليها معنايين معناها ان انا بزود نسبة الاتش او بقلل بس كده يبقى اي حمض لو اضافة قطرات من كذا من حمض كذا وهو حمض قوي بتعرف ان الحمض ده بيعمل واحدة من اتنين ولا اتنين معناهم واحد بيزود اللي هي معناها بيقلل الو اتش يعني انا اقول لك الحاجة المثال التاني او لو قالك مثلا استطاع خالة سقر رفع نسبة الزكاء في نهاية عام عشرين تلاتة وعشرين تفهم ايه تفهم حاجتين ان هو زود الزكاء وقلل الغباء بقابلني لو ده حصل فيهم ده حاجة معين انا ما قلتش ان هو قال للغباء انا قلت ان هو هزود بس نتيجة منطقية ان بما اين الزكاء زاد يبقى الغباء قال صح كذا ما قال ايه صح ها طب قولوا انتوا بقى طب لو احنا جبنا قلع وقاوي صرع علي يا رب زي اني وقيتش بق يلا ها حبايبي بق حبايبي هيعمل ايه الله الله يا جماعة نجم والله هيزود مين يعني هيسحب مين حل اسمع بقى عم الناس السؤال ده السؤال اللي هاشرحه ده اول ما جي في المتحان اول سنة اف كان عليه كمية جدل ملقاش حل معينه سؤالها بل كان بيقولهم ايه يتأين حمض الاسيت اجتبعا للمعادلة سي اتش سري سي او او اتش ليكويد زائد اتش تو او ليكويد تأيون غير تام يدينا حاجة اسمها ايون الاسيتات السالب ودي ايون الهايدرينيا من الموجب كويس وام سائل بقى بيقول ايه اسمع كده ما اثر كل من اللي انا هقولهم دول على تركيز الاسيتات فكل مرة لازم تقول لي ايه اللي حصل لمين قبل ما نقول بس اثر مين واضح جدا ان انت فاعل ده لو مش في الاتجاه التاردي تركيز الاسيتات هيزيد بينما لو مش عكسي صعب الكلام هو قال له ايه بقى واحد اضافة قطرات من اتش سي ال فضلوا مش ده اتش سي ال هو بقى بقولك ان انا هحط في المحلول ده قطرات من اتش سي ال هو ال اتش سي ال هيزود مين اللي هو ده صح يعني اضافة المزيد مين ده طب ولما يضاف المزيد من ده يمشي ازاي يبقى ينشط اتفاعل في الاتجاه فايه اللي يحصل لدي صعب الكلام صعبة يبقى الحمض ده لما نزل انت قلت هيزود اتش اتش اللي هيادرين يام صح يبقى هينشط اتفاعل في الاتجاه مكونا دول وبالتالي تركيز الاسيتات طب ده بالنسبة لاضافة القطرات من اين طب اضافة القطرات من اين الاخبية بقى الاخبية مش انتم قالك بس هنا بقى مفيش اتش يبقى لا يؤثر ما هو هنا هيسحب مين ما انا لو ما قلتش يزود ال اتش معناها ان هو هيسحب ال اتش ما يصل معنا هيسحب ال اتش من حيز التفاعل فالتفاعل هيمشي في الاتجاه لتعويض الجزء اللي تسحب مش احنا قلنا يحدى السحب بيحرك اتفاعل في اتجاه السحب فينشط في الاتجاه مكونة للمزيد من الاستات فيزداد تركيز الاستات اتفاهمت دي؟ طب استنوا واحدة كمان عشان هتأكد انها اتفاهمت يلا حتة للدلع بي اتش بي اتش اتش يتأين يدي بي اتش بي اتش زاد اتش مع العلم ان بي اتش بي اتش اتش عديم اللون بينما بي اتش بي اتش سالب احمر وردي وهي الهنم بتقولك اهو اه اه ده فينول في سالين الحامضي عارفوني الدليل ما هو دليل فينول في سالين ده عبارة عن حمض العين طبعا انا عارف ان انتوا عارفين ان بي اتش ايه لفنت عارف انت ان فينول فينول بيبدأ بي اتش وفي السالين بتبدأ باي فده اسم بصي دليل فينول في سالين الحامض تعال بقى نشرحها اتزان ولا ولا اضافة قطرات من ايه يلا اتش سي اللي هيعمل ايه هيزود لنا الاتش هينشط اتفاقه في الاتجاه فيصبح الدليل العديم لانه غير متأين مش متأين اه وعشان كده فعلا فينول في سالين في الوسط الحامضي بيكون عديم ليه تعالي بقى يا بتة في الوسط القاعدي القلوي ده لما هينزلني هيصحب الاتش ولزاك لو رجعت للالوان هتلاقي ان الدليل فينول في سالين في الوسط القاعدي احمر لان هنا يا جماعة لما بتحط القلوي القلوي بيصحب الاتش فبيخلي الدليل يتأين يمشي طرد صح وتأيون الدليل يجعله يزهر باللون الاحمر اتفاهمت اللعبة دي جماعة؟ ويبقى الاحماد القوية بتزود ايه وتسحب ايه؟ بتزود الاتش يعني بتقلل الواتش طب القلويات القوية؟ بتزود الواتش يعني بتقلل الاتش اشتركوا في القناة